بسم الله الرحمن الرحيم متابعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتميز تاريخ الحركة الإسلامية بالمغرب بكثير من الأحداث والوقائع المثيرة التي تحيل على مرحلة متميزة عاشها المغرب خلال ثلاثة عقود تقريبا وهي مرحلة حاول خلالها نشطاء وفاعلون إحياء وتجديد الدعوة الإسلامية ومواجهة المد الإلحادي اللادين والتيار الشوع بالضبط من خلال تنظيم حركي محكم يعتني لتصحيح المعتقد وضبط السلوك ورفع منسوب الوعي هذه التجربة الفريدة من تاريخ المغرب بما لها وما عليها أيضا لم يعطها للأسف حقها من التوثيق والبحث ما حال دون أن تستخلص الأجيال التي تلتها الدروس والعبار وتصحح الطريقة والمصار في هذا الحوار نستقي شهادة أحد الرجالات الذين عايشوا هذه التجربة ونحاول من خلاله أن نتعرف على تفاصيل هذه المرحلة المهمة من تاريخ الحركة الإسلامية بالمغرب باسمي واسمكم متابعين الكرام ورحبوا بالدكتور عبد السلام بلاجي البرلمان السابق والقياد بحزم العدالة والتنمية والفاعل النشيط في مجال المالية الإسلامية دكتور عبد السلام بلاجي مرحبا بك وشكرا على الكبير للدعوة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشراف المرسلين أنا اسمي عبد السلام ابن البشير ابن أحمد ابن عمو ابن بالخير ابن حسين البعمراني منزلا كما وجدنا في عقود الوالدين والحسني أو الحسني أصلا من أصول صحراوية يعني من قبيلة أيدفاع مراعا قبيلة أيدفاع مراعا نزل فيها الأجداد ولكنهم أتوا من قبائل أيد الحسن التي هي قبائل صحراوية انتهي نسبها إلى معقل ابن جعفر أبي طالب هكذا يقولون والكونية التي اختارها الوالد رحمه الله هي بلاجي وولدته في حي معروف وهو حي سيديمون عام 1954 على التحقيق ونشأته بهذا الحي ودرسته في مدينة الضار البضاء جميع مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي كلها درستها في الضار البضاء يعني عاصر سأحدث أنت 65 سنة ثانية كنت طفلا ولكن كنت أتابع 15 سنة ربما قريبا يعني 15 سنة كنت أتابع عن طريق أخي أخي الدكتور محمد بلاجي الذي كان أنا ذاك طالبا كانت ميدا في سنة 63 في سنة 65 أصبحت طالبا في مدينة فاس وكنت أتابع عن طريقي هذه الأحداث يعني كان يحكي لنا ما يقع في المساء يعني من المطاردات والأتقالات والمظاهرات وغيرها فكنت يعني الحسب عقلي في ذلك الوقت في ستين يعني سبع سنوات كنت يعني أتابع شيئا معه يعني طفل تكون هذه الأشياء مثيرة بالنسبة لطفل في ذلك السن ولكن كان الوالد رحمه الله يتابع معه ويسأله وكنت أنا أستمع لما يوقع الوالد لم يكن متحزبا الوالد اشتغل في المقاومة اشتغل في المقاومة بأشياء بعضها لم نعرفه حتى توفي كان يخفي العمل كان يخفيه يعني لا يريد كانوا يعني يقولون نترك هذا العمل لله كان هذا معتقد كثير من الناس ولم نعلم بأنه كان يقوم على تخزين الأسلحة الموجهة المقاومة لم أعلم بها إلا منذ سنتين الآن الآن وحكى لنا بعض الحكايات أنه كان ينصق مع أحد أفراد أصهار الملك الحسن الثاني رحمه الله في خنفة كان يشتري منه الفحم الخشبي فاخر فاخر ورده له من خنفة وداخل الحافلات الشاحنات يكون الأسلحة وبعض المقاومين لقيام بعمليات هذه حكى أنه بنفسه عدة مرات يعني أحتدل لنا على المرعاب الذي كانوا ينزلون فيه أحتدل وليد رحمه الله حكث لنا أنه كان يوقضها في الساعة الواحدة ليلة من أجل الطبخ لضيوف الليلة ولكنه لم يحكي لنا عن مخازن السلاح لم يحكي لنا إلا أحد أبناء صديق للولد رحمه الله فعلمنا العلاقة بينهما لأن الولد استخدمه من حي المحمدي وأعطاه سكنة يعني هي عبارة عن ضيعة كبيرة كان اكتلاها من أحد الفرنسيين كان اكتلاها الولد من أحد الفرنسيين وأسكنه فيها وكانت بينهما علاقة وطيدة ونحن لم نكن نعرف يعني مضمون هذه العلاقة كان أخوين ولكن قبل عامين في إحدى الندوات في المرغبة كشف لنا ابن هذا الرجل الفقير عبد السلام هنا نعرفه الفقير عبد السلام كشف لنا أن هذه الضيعة التي كان يسكنها الفقير عبد السلام وأبنائه كانت هي مستودع خسن الأسلحة على المستوى الوطني كيف كان يوضع الأسرة الاقتصاري الاجتماعي والديني والمالي أيضا أسرة من ناحية المالية كانت ميصورة بمعايير ذلك يعني مثلا الولد كان له محل نفاع الحلويات كان يشتغل هو أتى يوم أتى وينحدر من عائلة عائلة امتسجت فيها السلطة بالمال كان ولده من زعماء قبيلة أيضا أمران وكان أخوه الأكبر الذي لم يراه قط لم يراه الوليد قط أخاه الأكبر كان قائداً عسكرياً مع الحسن الأول وأعتقد أنه الحسن الأول لما ظهر عائلة الضعماء أعتقد أعتقد هذا مجرد التخمين أنه طلب من بعض الوجهاء أن يعطوه أبناءه أعتقد أن هذا كان هو التقليد فلعل هذا العم هو الولد الأكبر لجدي لعله كان من هؤلاء هذا من ناحية الأبوة من ناحية الخؤولة كان أخواله أبي يعني يتوارتون القيادة يعني أبن عن جد والمحل الذي نزل فيه الحسن الأول هو خميس تغزة يعني في عائلة العمران البرج الذي نزل فيه هو ملك لخالي الوالد يعني هذا البرج عمره الآن أكثر من 150 عام والآن صبحت تراثاً محلياً تعتني به الدولة وكذا مضراً لهذه المنزلة المنزلة الحسن الأول وهو يعني من ناحية الوالد تجد في أسرته من ناحية الأخوال السلطة من ناحية الآباء المال يعني والتدين في الأسرة تدين من ناحية الوالدة هذا يعني كان لك جد الوالدة ربما كان رجلاً متديناً كان متديناً تعرف في ذلك الوقت كان الناس كلهم ينتمون إلى الطرق الصوفية فهو كان درقاوي ومارس الجهاد مع العينين ضد المستعمر الفرنسي وكانت له كانت له أوراد وكانت له كان يبث فينا الأخلاق ويعلمون العبادات وصحبونا وحن صغار صغار السن خمس سنوات إلى صلاة الزبوعة هذا كله كان له تأثير يعني التدين كان نبيعاً فيكم قبل أن يتحقق الشباب الإسلام لا كان نبيعاً كان يعني متأصل في الأسرة الوالدة رحمه الله يعني كانت يعني تعلمنا منها قيام الليل وصيام النهار كانت لا تفتروا عن ذلك رحمه الله رحمه الله يعني كان هذا عندهم شيئاً عادياً لم يكن وكانت عندهم أذكار يذكرون بعد الصلاة بعد الصلاة ويجلسوننا نحن كأطفال صغار لكي نذكرة معهم أو نسيت أو فضا ومذاكرتهم كلها كانت حول الدين كلها تقريباً يعني الأخوان الأخوان كانت مذاكرتهم كلها وهذا الجد رحمه الله كلها حول الدين حول الدعوة لأن الجد كان له موقف متشدد من حلقة الليحية نعم كان لا يتسامح لا يتسامح مع البالغين في حلق النهير يعني يرفضها ويستنكرها بأداء قدراته التي وهبها الله وكذلك وحتل البنات الصغار يعني كان يرفض أن تظهر يعني النفاتين هنا وهم صغيرات لم يبلغنا بعد ومراراً يعني يعني يعترض على ضد أعضاء الأسرة ويطلب منهم أن يعلموا بناتهم لباس المحتشف وحينما يعني يعني تقول لأمهات بأن البنت مازالت صغيرة أو كذا ربع سنة واتخل السنة كان يقول لا هذه المسألة بغير أن تعلم من الصغر كان يلح على ذلك بالنسبة لمرحلة الصغيرة لم تحاول التيارات اليسارية إلى الأمام وثلاثة المارس لم تحاول استقطابكم من في بداية رعاً للشباب وبعدها بعد انتحاقي شخصياً بشريبة الإسلامية حاولت التيارات اليسارية السرية آنذاك كانت إلى الأمام ومنظمة الثلاثة المارس حاولت استقطابي ونقلت لهم بأنني أنا شخص متدين ولست ملحيداً ولن أكون ملحيداً أبداً لن يستهوكم الشكل الاجتماعي في المطالب التي أرتع هنا لا كأستهواني ولكن كنت أريد نوعاً من المفاصلة فقلت لهم أنا متدين وسأبقى متدين نتخلى عن تديوني فقالوا اكتب لنا موضوعاً اختبار فكتبت موضوعاً لعله قاسي مشترك بيننا وهو يعني ما يتعلقوا باللجوء النساء إلى عمال الشعواذة والسحر وغير ذلك فكتبت هذا المقال ولعلهم تدارسوه في مدينهم وظهر لهم أن يعني 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 مهيئ بأن أكون عضواً معهم فقالوا يعني الموضوع جيد و الآن يمكن أن تتحق بمنظمتنا أنا لم أسألهم عن عن اسم عن اسم المنظمة لكن لم تكن إلا إلا واحدة من اثنتين إلا 23 مارس أو إلى الأمل فهما المسيطرتان وهذا في التنوي يعني تقريباً كما كان عمره 14 في نفس السنة التي التحقت فيها بالشجربة الإسلامية سنة 72 73 سنة الدراسية تكون يعني 17 سنة هذا تقريباً سنة سنة فأنا كنت وقتها قد التحقت بالشجربة الإسلامية فقالوا أعطوني تشكليات كيف إطلقها وكيفية يعني عقب اللقاءات وكيفية عقب المواعيد وكيفية أعطاني بعض الأمور هذا وأكدوا على السرية وأن أي خبر يصرب عقابه سيكون كبيراً يعني مجموعة من الشروط أو الشروط أو البدائيات في مجموعة عدد قبل الانضمام أول أول علاقة كما الشبيب الإسلامي كيف وقعت هل هناك فرض تحدث معك في المسجد أو الجامعة نعم أعطون في المدراسة نعم بعد أن أكمل هذه القضية نمر إلى قد الشبيب فأنا استشرت مع المسؤول تنظيمي في الشبيب الإسلامي قلت له وغرض وهو تذكر اسمه هو المسؤول التنظيمي كنا نجلسه في بيت رجل أستاذ يسمى سيمحمد الزيداني استعدري هل ما زال أحيان أم لا فاستشرت معه في هذا الأمر ورفض قلت له هل الحركة هل تحتاج إلى من يعني يكون عينا للحركة داخل هذه التنظيمات فقلت له وعرض علي كذا وكذا فهل الحركة تحتاج إذا كانت تحتاج أنا مستعيد للقيام في هذا الدول فقال لا لا تحتاج غالبا راجح راجح فصرب فرجعت إليهم الجواب قلت لهم لن أنت قالوا ما قلنا لك من أسرار تحافل علي قلت سأحافل سأحافل علي ما الانتماء من السلوبة الإسلامية فهو كنا مهيئين داخل الأسرة لأن كنا كما قلت يعني في الجانب الأسرة كيف تديون داخل تديون وهناك عنصر لم أذكره وهو السياسة داخل الأسرة لأن أحد أخوالي رحمه الله كان معارضا للنظام أنه في الاتحاد الوطني القوات الشعبية وكانت معروفها عدة محاولات مقلابية وكذا وغيرها وغيرها وهو قريبا من أصحاب القرار قريبا جدا في ق tactic وبصرية وكذا كان قريبا منهم جدا فكانت الحديث تدور في البيت لأنني نشأته مع أخوالي كانت تدور حول الدين والسياسة دائما الدين حاضر والسياسة حاضرة هذا جعلك مهيئاً نعم إصلاح الأوضاع والطورة على الفساد وكذا وكذا فهذا جعل أنا ومن نشأها في الأوسط جعله مهيئاً من ناحية الفكرية ومن ناحية نفسية بانخيرات في أي عمل إصلاحي وحتى لو كان ثولياً أنه كان هذا مسمع في البيت ضرورة إصلاحة وضرورة إصلاحة والاعتراض على بعض السياسات الدولة وبعض السلوكات التي تكون في الشارع وترجع فيها المسؤولية إلى لغير ذلك لذلك لما كنا في الإعدادي يعني السلك الأول من الثانوي في ذلك الوقت يعني جيلنا كان شيئاً ما متفوقاً من ناحية الدراسية فكنا نكتب الشعر ونكتب الروايات ونكتب نكتب 16-17 سنة قبل 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 يعني 14-15 سنة كنا نكتب الروايات ونكتب القصص ونكتب الشعر ونكتب كذا وحتى الأساتذة كانوا متفوقين جداً متفوقهم عالي كانوا مغاربة جلدهم أو كانوا فيهم مغاربة سوريا؟ كانوا بعض المصريين والفلسطينيين والأردنيين وغيرهم مشارقة خليط خليط ولكن أساتذة المغاربة نفسهم كانوا متفوقين مثلاً نحن درسنا الرياضية درسها الفلسطيني يعني في الإعدادي لذلك وسوريا درسنا التاريخ الجغرافية في الإعدادي فكانت الأفكار مسألة اللغوية مسألة اللغوية ومسألة الفكرية كان الجيل في عمومه فيه نوع من النج الجيل يعني الجيل أتكلم عن الأفراد هذه الروايات التي كنا نكتب والشعر وغيرها كانت فيها المسحة الاجتماعية والمسحة السياسية كانت بارزة وحتى الأساتذة كانوا يشجعوننا على هذا المنحة وطننا النقاط عالية وكذا ويجروننا مباريات تباريب آخر الأقصان مصابقات من يكون أحسن ومن يكون أفضل إلى غير ذلك وهذا الجانب الاجتماعي والسياسي كان واضحاً فلما انتقلت يعني مع طابل الجيل أنا ذا كلا إلى الثانوي الثانوي كان شيء كبير لأن مجرد الانتقال إلى الثانوي كان يمكن أن تكون موظفاً في وزارات أو أستاذاً أو تلتحق بمؤسسات الدولة بالجيش أو بالدارك وكذا وذا كانت الأبواب مفتوحة وكانت الدولة في حاجة إلي الله لذلك يعتبر الانتقال إلى الثانوي الحصول على شهادة الثانوي شهادة الثانوي كانت وطنية انتقال من ما يسمى اليوم بالإعداد إلى ما يسمى اليوم بالثانوي كانت شهادة وطنية بروفي شهادة الثانوي تسمى فلذلك يعني لما صعدنا إلى الثانوي يعني صبحنا نحس بأننا عندنا مسؤولية أكبر وتصادف أو توافق انتقالنا مع سنوات كان اليسار مسيطر فيها على الثانويات واعترفت الدولة تحت الضغط اليسار بالنقابات في الثانوي نعم نقابات التلاميذية في الثانوي فكانت هذه النقابات يعني كانت هناك حركية سياسية داخل الثانويات وهذه حركية هي سياسية أكثر منها نقابية وكانت يعني واضحة في شعارتها أنها ضد الدولة وتؤدي إسقاط النظام كانت موالية للتحل الوطن القوة الشعبية نعم كانت موالية للتحل الوطن القوة الشعبية بعضها موالية وبعضها هنا ظهرت 23 مرس وإلى الأمان ظهرت في 69-71 إذن كان خالط ولكن الغالب هو اليسار هو التيار اليسار طيب الآن نأتي على موضوع اليسار في مسئلة قادمة بالنسبة لللقاء الذي جمعكم بأسر نور الدين داكي كان هناك قائد من الناس الدار البيضاء وربما هو من أبرز نقاط الانتقاء مع الشعبية الإسلامية والنقاط الأولى لانتقائكم مع الشعبية الإسلامية حيث أخذكم إلى حد دروس فقلت له أنه شي بارد عنكم هذا تم داخل هذه الأجواء هذه الأجواء انتقلنا إلى الثانوي فكان الأساتذة اليساريين بالقصوص المغالبة يحاولون استقطاع الطلب البارزي فلذلك الأستاذ وهو أستاذنا وأستاذ جليل وما زال على قبل الحياة أستاذ العرب الزيات كان من الاتحاد الوطني وقوة الشعبية ويعني يحاول أن يعرف العناصر البارزة في القسم فأعطنا موضوعاً اختيارياً ما نسميه بالإنشاء أن تكتبه حول كتاب قرأته أو شريطاً سينمائياً شاهدته أو كذا وكنت أن أول الأخ نور الدين ذكر رحمه الله في قسم واحد مؤسسة مؤسسة يعني عندها إسمان اسم قديم وهو إدريس الأزهر والاسم الحالي ثانوية الأرميطاج أرميطاج قبالة ثانوية يعني ملعب الله فهذه الثانوية من الثانوية التي أسسها حزب استقلال حركة الوطنية لمواجهة الغزو اللغوي والثقافي أيام الحماية فكان قدر لي أن أدرس فيها وكان مديرها هو الأستاذ فلال الفلالي فلالي رحمه الله الذي أصبح فينا بعد وزير الأوقاف وهو من القيادات الأساسية لحزب استقلال رفقة الزعيم على الفز رحمه الله فلذلك يعني التقيت أنا والأستاذ يعني الأخ نور الدين فكانت بإنشاءة التي كتبت اختار منها الأستاذ إن شاءان اعتبرهما الأكثر تفوقا وهو ما كتبه الأستاذ نور الدين رحمه الله وما كتبته أنا الأستاذ نور الدين كتب حول معالم في الطريق بسيد قطر وأنا كتبته حول رواية لأحد يعني روايين مغاربة محمد البقالي أنا ذلك و على كل حال موضوع مع لي في الطريق المعروف ولكن رواية محمد البقالي يعني رواية كانت كان مضمونها تستنكير عربذة الجيش الأمريكي في القرنة الطيرة لأن كانت هناك قاعدة عسكرية أمريكية وهذه العرب تتجلى في نشر الخمور والفساد يعني أخلاقي الزنا والسلوكيات أخلاقية غريبة عن المجتمع المغربي المسلم وهو كتب هذا التنديد بهذه المخالفات الدينية والأخلاقية فعلى كل حال هو استعرض هذا الكتاب كما تعرفونه هو خلاصة فكر الشهيد سيد القطر رحمه الله وأنا استعرضت هذا الكتاب و يعني أبديت تأييدي لما جاء فيه من استنكار لهذه المظاهر الأخلاقية والمخالفة لأبجديات الإسلام فالأستاذ اعتبر أن رغم أنها مخالفة لتوجه للفكري اعتبر أن هذه حقه ما يمكن أن يقرأ في ذلك سياغة سياغة من ناحية المتابعة من ناحية سن الطلبات بلغات اللغة الآخرية فعلى كل حال أنا أخذت المبادرة مباشرة تصلت بالأخ نور الدين رحمه الله وقلت له أنت ترى اليسار يتحرك وينظم نفسه وأنا كنت أتطلع إلى أن يكون هناك تنظيم إسلامي يواجه هذا المد الحادي تتشوف لذلك نعم كنت لسا فقط مهيئا ولكن كنت أتشوف فلذلك قلت له نبغي كذلك نحن الآن يعني هي الله تعالى أن نكتشف بعضنا كذلك نبغي أن نتحرك كذلك ولكن لم ألمس منه تجاوبا ولم أسأله ولكن فيما بعد لما تعرفت بعد سنة بعد سنة من ذلك هذا كان سنة الدراسية 71-72 لما تعرفت على تنظيم إسلامية وعلى منهجه قلت لعله كان يتخوف من أن أكون أتتبعه أو أتجسس عليها وكذا هذا الهاجيس كان حاضرا وهو دائما حاضرا في التنظيمات السرية وبعد عامي من هذا انتقلت إلى ثانوية أخرى إلى ثانوية لأنها كانت من ناحية من ناحية المستوى الدراسي العام كانت أكثر قوة من هذه ثانوية الأزهر كان فيه شيء تراخي إذا وغيه ولكن عموما التعليم في ذلك الوقت كان قويا صراحة يهدي فالتحقت بهذه الثانوية وانتقينا قدرا قدرا ذات يوم ذات عصر ذات صلاة عصر في مسجد السنة انتقيت معه ويعني مسجد السنة والذي صمعته إسمانتي يغضر أيها نعم من شارع جوج مارس انتقينا هنا كان حديث عهد بالبناء في ذلك الوقت وكان معنى ما في ذلك الوقت يعني الآن هو وسط البناء في ذلك الوقت كان وسط الخلاء فالتقينا وطمأننا طمأننا إلي وقال لي لم نستعني في الحديث لم تكلمنا في السنة الماضية قلت له كنت أنتظر منك ربدا فدعاني إلى جمعية أصال الإسلام لمحاضرة قال لي يوم السبت نلتقي بعد العصر وستكون هناك محاضرة ففي عدن حضرت ووجدت وجدته يحاضر وجدته يحاضر هو حول كتاب لبي العدن الموجود وعندما انتهت المحاضرة سألني عن انتباعي فقلت له جيد ولكن نريد هذا شيبار بالدريجة وعندما سألت 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 فطلب من أحد الأخوة أن يرافق إلى جلسة كانت في حي الأحباس في الضار البيضة يعني ضربنا حوالي ثلاثة كيلو متر على الأرجل ووصلنا إلى الجلسة ووجدنا إخوان كثيرين منهم من لقي رباه منهم من لازل أحيا فمن بيني من وجدته كنت لا أعرف أنه متدينا هو عبد العزيز النعماني رحمه الله الذي كان يدرس معنا في نفس التنويه وجدته والذي اتهم فيما بعد بأنه هو المترائس الخالية التي اختالت هو عمر بن جلون كان معنا في هذه الجلسة نعم وهكذا يعني وجدته نفسي في داخل تنظيم سيري هو الشيئ الإسلامي ولم يكن لدي أي تخوف رمانال إجراءات دخول الجلسة والخروج منها كانت مشددة وفي احتياطات كبيرة وكذا من يعني لديه أدنى در من التخوف لا يدخل يعني جرت أنا بعد ذلك من أدخل بعض الأخوة أصدقاء متدينين ولكن لما لاحظوا بالإجراءات والإحتياطات وربما كانوا مبالغا فيها الإختيار يكون وفق معايير دقيقة جدا دقيقة يعني الأسرة والبغنة تعريفات بفارد والأسرة وأن لا يشتغل أحد منها مع الدولة أو وخصصان كل أجهزة الأمنية أو كذا أو الأسكنية أو كذا من وجدت بخذ درس أنا ذا في الجلسة؟ في الجلسة يعني كان الأستاذ إبراهيم كمان نحمى الله نحمى الله وكان كذلك الكريم مطيع كان حاضرا كان حاضرا ولم يكن محاضرا كان يتكلم يتدخل يتدخل والجلسات الأولى ثلاثة أو الأربعة الأولى دائما كانوا يقولون معنا لأن هذه إن شئت أن تقول هي الجلسات الأولى التي يعني بدأت في تلك السنة أو السنة التي قبلها ولذلك كانوا يرعونها يرعونها بأنفسهم وكان الأستاذ ضائم كاملا رحمه الله كان خطيبا مفوها في حيضر بالضرب كان معروفا كان خطيب مسجد أو خطيب جمعة ويلقي الدروس نفس الوقت في مسجد دربغالب يعني معروف المسجد من أقدم مسجد طنبرة وكان معروفا يقصد يقصد ويذهب إليه الناس من كل مكان وهو كذلك يعني هو ورافقه كان مناظلين في اتحاد الوطني القوة الشبيعة يعني مطيع ومسابيع كما هذا وهذا الحزب هو اسمه يدل عليه الاتحاد الوطني للقوات الشبية فهو في البداية ضم كل الأطياف والفصائل لم يقتصر على اليساريين بما فيهم بعض العلماء بما فيهم بعض العلماء بما فيهم بعض العلماء مولاي العربي العالوي إن البعضية تصيد صورة مولاي العربي العالوي ويقول لك هم علماء كانوا ضمن طيال اليسار لا لا لو لمسوا أن هناك توجه يعني ساري المحض أو الحادي لما بقوا فيه والدليل هو أن المطيع وكمال الحج كمال كان لهما يعني أصول وجذور في التديون أستاذ إبراهيم كمال هو من تلودانت يعني من أصول علمية ومعروفة وحتى يعني يعني أصول يعني المنحدرون من بلده أو مقربين له متدينون كلهم دخلوا للشبيب وما زال كثير منهم إلى الآن أحياء وأن نعرفهم ومن المؤسسين مطيع كذلك مطيع كذلك هو كان من معروفة إلى اليوم بن حمد مدينة بن حمد قربة قربة خريبة هي فيها هي أصلا فيها زاوية 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 الحمداوية وهؤلاء الحمداويون هم يعني من ألبيس من أدارسة وعرفت هذه الزاوية بنشر العلم وتخريج المجاهدين على مر العصور ومن بينها يعني في العصر الفرنسي عند الحتلال الفرنسي الشيخ محمد محمداوي رفقه محمد محمداوي كان من الفقهاء المعروفين عن الصعيد الوطني وهو عم موطع أستاذا في الموطع نعم ويعني كان من الموقعين على وثيقة الاستقلال وكانت له مدرسة في الدار البداء ما تزال هذه المدرسة قائمة الآن أسسها في عهد الحماية لنشر العربية والإسلام كوسيدة من وسائل المحاربات لاستعمار التقافي الفرنسي إذن يعني الناس كانوا من شذور ويكفي لدلاتي على ذلك على هذا المنحة أن يعني أحمد بن سودا مستشار الملك الحسن الثاني رحمه الله رحمهم الله معاً وكذلك الأستاذ عبدالهاري ابو طالب هؤلاء الناس متدينون وكانوا ينتمون إلى حزب الشورى والاستقلال ولما تأسس الاتحاد والوطن القوات الشعبية التحقوا به على أساس أنه هو يعني يضم حاضنة شعبية كانت لها في البداية كان لها هدفان في البداية قبل أن يتغير مصارى وهو يعني تبني خط إصلاحي داخل الدولة والهدف الثاني هذا الهدف الملك الحفاظ على الملكية والغريب في ذلك أن الأستاذ الدكسور عبدالله الخطير رحمه الله هو وأحرضان وهم كان مدعواني للانضمام لهذا الاتحاد الوطني وعقدوا حدة اجتماعات مع عبدالرحيم بوعبيد ومع الهديف البركاء ومع دعماء هذا الحزب وعبدالله إبراهيم على كل حال كان أرجوه متدييناً وأنا هو من أساتي ذاتي أستاذ الله إبراهيم لي كان رئيس الاتحاد الوطني للقوة الشبيئة ودرسه عليه كان رئيس حكومة كان رئيس حكومة يعني لا ليس هو رئيس حكومة كان قبله هذا البكاي البكاي نعم بعد البكاي ... جاء رئيس الحكومة ثم بعده جاء الحزمان للقوة وقال رئيس الحكومة الثالثة لكن لحال هؤلاء الناس كانوا متديينين ولا يقفلون الطعن في الدين ومولاي عليه وعبدالله كان من أل البيت وكان حتى الحزمان الثاني يناديه مع مولاي مولاي عبدالله إبراهيم ولكن الأسم المشهور هو عبدالله إبراهيم حينما كان يرتقي يقول له مولاي عبدالله إبراهيم عودة للشباب الإسلامية أو السلام المطيح مي الكتب أو المواضيع التي كانوا يركزوا عليها الأستاذ مطيح في لاناته المرحلة أو بداية تشكيل كما ذكرت قبل قادمها وكانت عندنا مقولة سائدة أنا لم أسمعها منهم مباشرة ولكن كانت تروى لنا أنها مقولة له له هو وراجح أنها هي له لأنه لم يكن أحد تقول عليه ما لم يقول على أساس أن الحركة الإسلامية في المغرب ينبغي أن تبنى على أربعة محاور الفكرية وعقدية وهي عقيدة السلف وتربية جماعة التبرير وفكر حزب التحرير وتنظيم جماعة الإخوة المسلمين وكان يقول أن هذه المدارس بكلها إسلامية وينبغي أن يكون أفراد الحركة الحركة الإسلامية متشبعين بخلاصة أفكارهم لذلك كانت كل كتبهم كانت تتداول عندنا كان فتح المجيد للسيخ محمد بن عبد الوهاب هو مشروح فتح المجيد صرح له في صرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب هذا كان مقرر عندنا وكذلك أدبيات من جامعة التبليغة تعرف جامعة التبليغة لها كتابات ولكن سلوكيات وبعض الناس كانوا انحدروا منها مثل أستاذ محمد زحر رحمه الله هو أحمد الرئيسوني في مبعده ولم يكن عضون في الشباب الإسلامي لكن أستاذ محمد زحر رحمه الله يعني من المؤسسين الرئيسيين كان انحدر أصلا من جامعة التبليغة ثم كانت تقرر أو لا تقرر في الجلسات ولكن توزع على بعض النابغين في الشبابة كتب تقي الدين النبهاني رئيس حزب التحرير أما بالنسبة للتنظيم جمع الإخوة المسلمين فكانت معظم الأدبيات والدروس الأسبوعية مأخوذة من كتبهم كتب سيد قوت كتب محمد قوت سيد حواء حسن البنة خاصة أن مأطورات كانت مقرعة وغيرها البهي الخولي طبيعة كتابه تذكرة الدعاة طبيعة في نظار الرضا الذي يكون مقررا واقتناه الأعضاء الشبيبة إلى غير ذلك بمعنى هذه ثم فيما تعلق بالجانب من الجانب الأول كان الأستاذ زحال والأستاذ بن القاضي رحمه الله وغيرهما من قاضي براهون كان يلقونا دروسا من كتب كتب المدرسة السلفية خصوصا سعودية كانت تقرر مقررة وتدرس يعني كذلك الشرح العقيدة التحاوية كانت مقررة مقررة وكل واحد من الأعضاء يقتنها وتلقى تأخذ منها دروس وتلقى كذلك في المساجد إذن من ناحية من ناحية الطيرية ومن ناحية المذهبية ومن ناحية الفكرية عموما الشبيبة كانت سليمة بل إننا في عام 1977 وما بعده حينما وقعت بعض المقسام الداخل الإسلامية توصلنا بشهادات موقعة من طرف بعض الكبار العلماء من أمثال الشيخ بن باز ورحمه الله ويعني أبو بكر جابي التزائري وتقييد دين هلالي وأحد الأسماء نسيتها أربعة أسماء موقعة تشهد بأن هذه الحركة حركة الشيخ الإسلامية هي حركة على منهاج السنة وإن بغي مناصرتها ومساعدتها أو ما في معناها قليلا من هذا المعنى لذلك هذا هو الأجواء العامة التي كانت كما أقول الدروس كانت في هذا المعنى كل أسبوع ما توصلوا كم كان عن هذه الأفراد التي ترون الشيء من هذه النقطة تقريبا لا تستطيع صعب لكل عدد لكن تقريبا لا تستطيع أن تعرف في تنظيم سري لا تستطيع ولكن تقدير نستطيع أن نقول بضعة ألف وقطعات التي كانت تركز عليها كان عمال تلاميذ قطع التلاميذ في البداية قطع المعلمين جهل التعليم وقطع العمال عمال وقطع التعليم نعم تلاميذ نعم في البداية بعد ذلك دخلت الشعبية الإسلامية إلى الجامعة دخلت بأبنائها الذين استقطبتهم في الثانون لم تستقطب أفرادا كثور في الجامعة يعني في البداية مثلا نحن مع مجموعتي في الضرب نحن أسسنا الخلايا الأولى في كل الحقوق بالضرب بعدما صعدنا من الثانون لو تحكي لنا قصة تأسيس هذه هذه أولا لما صعدنا من الجامعة كنا غرباء غرباء يعني أكثر غرباء من الثانوي لأن كان التيار اليساري يعني مسيطرة سيطرة مطلقة مطلقة لا أحد يستطيع أن يواجه ولا الإدارة ولا غير يعني الكل دخل معه في هدنة ونحن نريد أن يعني نجد لنا موطئة قدم فحتى الصلاة كنا لا نستطيع المصدر يعني يعني لم يكن مع كلام تأكلم عن المزيد يعني تصلي في الحاضقة يعني ممنوع فاليوم الذي تجرأنا يعني اليوم نحن فيني عام كبير عام كبير تغير الأمور يعني 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 في جيننا كان المساجد لا يدخلها إلا العجزة وكبر السن لا يوجد شاب يعني أنا كنت أصلي في البيت لكن لكن جميع المساجد آم هي المساجد كنت أستحيئا أن أدخل إلى المسجد لأن نعتبر أن المسجد خاص بالعجزة وكبر السن ولا شيء أحد إذا جاء معه شطف صغير يدخل معه مرقاف 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 نحن لك نجد رحم الله يأخذ هنا معه لكي يعلم منا لكن لما يصبح هنا في مرحلة شبه لا لا يوجد لذلك الجامعات كانت تليم شبه غير ظاهر لا أقول منعديم لأن الله أعلم لأنه لما تجرأنا في يوم من الأيام تجرأنا كنا ندرس بعض الدروس في الكنيسة المحادية للولاية في الضارة المعروفة كنيسة كبيرة هذه كتوحة أبو أبو أهل لا نحن اشترت هذه الدولة من المؤسسة الكنيسية وفي تلك السنة كان عندنا خصاص في الكلية لم تكن هناك كلية مؤسسة كنا ننتقل من بناية لبناية درسنا في المعارض الدولي الكتاب درسنا في عدة مؤسسات فيما كانت شيئا خوي كي يجب نقرب تقوم الكنيسة دعونا الكنيسة فالكنيسة دعا مكان ربيعي جميل فاليوم الذي تجرأنا فيه يعني وصلينا علانية اعتبرناه فتحا اعتبرناه فتحا كبيرا في ذلك الوقت صليتوا من جماعة جماعة نعم لا لا أفراد الجلسة واحد خمسة ولا ستة ولتحق بنا أحد المعلمين كان يدرس معنا ومعلم وكان يعني التحق بنا في القيام مسمعنا هو عن الحسن أنه لا يعرف الأجواء لا يعرفون الأجواء والقلبيات والتحق بنا في الصلاة ففرحنا فرحا كبيرا أنه صلينا نحن أعضاء الهدد الخالية والتحق بنا أحد الأفراد وهذا كان بالنسبة لنا يوم فرح وأبلغناه الحركة عن ذلك كأنه فتح كبير وفي عالي كان يعتبر فتحا بذلك الوقت كانت لكم قصة طريفة مع كتاب البروتوكولات حكم سوفيون هدف عام 1976 هذه في سالة ربطان نعم في الضرب وفضاء كنا كنا نسمع عن هذا الكتاب ولكن كنا حينما نسأل عنه في الكتابات بعضهم يقول لنا إنه ممنوع وبعض يقول لنا إنه مفقود وكان كان مفقودا ووجد كان مفقودا وكنا نذهب ونحن إلى بعض بعض الأصحاب الخردوات الذين يبيعون كتب قديمة أو أشياء أخرى فوجدنا حمل يعني ليس لكتب يعني مثل أصحاب الخردوات لا أصحاب الخردوات فقدر بغلب أدر بغلب حطغي في الأرض فعنده يعني هرم كبير يعني كومة كبيرة من الكتب ونبحث عن الكتاب فأنا ويقول لك درهم للكتاب درهم للكتاب فكنت أبحث فوقعت عيني على هذا الكتاب منزوع الغلاف منزوع الغلاف فأخدته وأنا أخبئه كذا يعني بالنسبة لي الكتاب ممنوع ومفقود والرجل كأنه سوف يعرف قصتاه وإذا عرف قصتاه سوف يرفع التمان أو لا يبيعه أو شيء من هذا القاتل يعني أفكار في داخلي فأجمعته مع بعض كتاب أخرى وأقلت له كم من كتاب قال كذا أقيته إدره فأخدته إلى أحد الإخوة كان معنا في الحركة في الضر الضضاء وقلت له تطبع هذا الكتاب قناعته بطباعتي فطبعه وانتشر كبير يعني من تلك النسخة التي كانت في الخردة تلك النسخة في الخردة أعطيتم له وطبعا نسخة منه وأخبرني أنه لما طبعه اتصرت به بعض الأجهزة الأمنية أسأله يعني الكتاب من أين آتاه وكيف وكذا وكذا فلعله كان كان كذلك لعله كان ممنوعا أو ما شابه لعله كان كذلك وانتشرط هذه النسخة أرزع المغرين بثمان زهيد ربما أعصد الدرائم أو رفع رب الله لحيني رفع لفتر عن ذلك كذلك طيب كانت لكم علاقة مباشرة مع الأسلام كلم مفاق كما قلنا 16-17 سنة وهو كان يحضر للجلسات ولم نبدأ صحيح كانت تطرح التعرف متعرف على بعضنا وكذا وكنا ننسى حتى الإخوة الذين كانوا معي في تلك الجلسة حوالي 12 أو كذا لا تذكرهم كاملين الآن فكانت الجلسة عندها عندها تقوص تقوص قراءة القرآن أولا قراءة القرآن ثانيا كان هذا الرجل هذا الأستاذ زيداني سوى الله أن يتقبل منهم العمل كانوا يكرمون غاية الإكرام وأغلب تلاميذ الذين معنا في الجلسة كانوا من أوصات فقيرة فكان بالنسبة لهم هذا الإكرام في حدي ذاته يعني بالإضافة الدافع للحضور يعد للجلس الدافع ومحفز ومطلوب عندهم يعني كانوا مع أوصات فقيرة وكان ولده ولده ورحمه الله لا أعرف أنه توفي ولكن راجح لأنه كان كذلك السن كان يدخل علينا في تلك الجلسات ويفرح بنا ويحب بنا غاية الترعيم ولد هذا الرجل ويحب شباب المجدين يعني كأنه يعرف يعرف الغاية من هذه التجمعات وكان يحب بنا غاية الترحيب ويقوم على خذنتنا بنفسه ثم يعني بعد قراءة القرآن الكريم وبعد الترحيب والشاي والحلويات وكذا هذا الرجل كان كريما كما قلت هو والده في درب الأحباس بالضرب الضرب 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 معروف بمنازل هيدة التراث المغربين العتيق العصيل مباني جميلة وفيها الزلج بلدي والبهو والخشاب والإنارة الداخلية مباشرة مع السماء كلها أجواء كانت محفزة ومحفزة جدا محفزة ومحفزة جدا بإضافة إلى الجو الأخاوي الحميمي الذي كان يربط أعضاء الخالية ببعض الموقف ثم ندخل بعد هذا الاستقبال وبهذا الافتتاح بالقرآن الكريم ندخل إلى الجلسة والجلسة فيها فقارات وهذه الفقارات كنا نتوصل بها في درسين مطبوع مطبوع وإقتدالك بالأعلى الاستنسية يعني فيها ربعات صفحات أو المحاور المحاور والدرس مطبوع بكامله الدرس الأساسي فكان فيها محور القرآن الكريم والتفسير تفسير هذا الذي درسنا و فيما بعد نطالب نطالب بحفظه ثم حديث نبوي كذلك يشرح ونطالب بحفظه ثم درس مطبوع وغالب أغلب الدرس كما قلت كانت أخذ من كتب معروفة كتب يعني محمد قوت بسيد قوت بسعيد حو وأذن الأسماء التي ذكرناها قبل قبل الآن وكانت أحيانا تعقوبها أحيانا تعقوبها دراسة لبعض القصاصات التي كانت تريد في مجلة المجتمع الكويتية عن الحركة الإسلامية في المغيب أو متابعات تتعلق بالحركة الإسلامية في مصر وغيرها التي كانت تعرف في ذلك الوقت بعض الإنفراج لما جاء السادة وأفراج عن إخوان المسلمين وأفسح لهم مجل العمال فكانت تأتي بعض القصاصات أو كذا منهم أو يعني قصاصة من مجلة الدعوة التي كانت تبع في مصر وهذه المجلات لم تكن تبع في السوق وإنما كانت لا تصل عن طريق الاشتراكات أو تصل إلى الجمعية لأن الشبيبة الإسلامية كانت جمعية في الأصل هي جمعية رسمية معترفة أسسها مثل المطيع ونائبه كمال إبراهيم ومعهم بعض الإخوة في المكتب منهم سي محمد زحفظ ومحمد علال عمد كذلك هناك جمعية باسم الشبيبة الإسلامية أسسها الأستدعالي الرسوني 1905 قبل تأسيس وغيرها إلى أنصار السنة أستدعالي الرسوني وغيرها بعد ذلك إلى اسم آخر قد تكون لأن تأسيس الجمعيات الإسلامية كانت نشيطة جدا في المغرب ومنها جمعية الشبيبة الإسلامية لأن في الأصل أسسها مجموعة من الأساتداء والمعلمين وكانت تنظم رحلات لهؤلاء المعلمين وافتتحت مسجدا في حي برنازير بالضربضة في العمارات ما يزال قائما إلى الآن ونظرا لقلة المساجد يعني هو غرفة عبارة عن غرفة صغيرة يعني حوالي 16 أو 20 متر ويصلي الناس في الخارج وكانت وقام فيها صلاة الجمعة لأنه كانت المساجد قليلة جدا وأصبحت هذا المسجد كل الشوارع والأصدقات المتابعة علاقة بالعلم والدعوة مشايخ الضال البيضاء كور مثلا الشيخ زوحال الشيخ القدي برهون الشيخ الحميد ابو النعم رحم الله والجميع شوفوا هذه السنة ما هو الدور الذي كانوا يقومون به داخل الشباب الإسلامي لا المشايخ الذين كانوا باع في ذلك الوقت هم المشايخ من خارج الشباب الإسلامي ثم فيما بعد سيعطي دور المشايخ داخل الشباب الإسلامي وأبرز هؤلاء كان الصمادي رحمه الله معروف بخطب في حي للا مريم معروف مسجد يعني مسجد قصديري لكن يا أمه الآلاف رجل ذو نفس سلفي معه علم النهب السلي لكن خطبه الجمعات ودروسه كانت تلامس واقع الشباب وتعالج مظاهر الفساد ومظاهر الإلحاد ومظاهر البول عن الدين وكذا فكان أمها الآلاف كانت دروس الشيخ تقي الدين إله رحمه الله يعني أمها الآلاف وهو يذهب إلى كل مساجد رغم أنه كان ممنوعا من إلقاء دروس في المساجد ولكن كان يتحدى ويلقى الدروس ماذا منعه من إلقاء دروس المساجد المناغذة كل حال والله ليس عندي يعني علم ولكن ربما ربما يعود الأمر لشدته وربما حتى حدته وطريقته في الأمر بالمعروف ليس شخصية عادية ولا العديد من اللغات ورغم العالمين متبكين في اللغات نعم يعني فاضح لألمها وأساسا تخصصه في علم اللغات ولكن تعرف مثل أستاذ عبدالله رحمه الله هو أستاذ أديب ولكن تعرف أن أدباء ذلك الوقت اللغوي كانوا مطلعين جدا 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 على العلوم الشرعية وهو زاد تدريسه في الجامعة الإسلامية وكذا فطب حار في العلوم الشرعية ولكن هو يتميز ورحمة الله عليه بشدته فلعلها هي السبب لعلها هي السبب يعني قضية الأمر المعروف أنه المنكر لا يعرف فيها ليونة ولذلك أنا حضرت بعض الدروس وقال لو رخصة قال أنا في المغرب دولة إسلامية أحتاج رخصة لكن لما أذهب الالتحاد السوفيتي دولة ملحدة أطلب رخصة لكن هنا لا كان يقف يعني يتصدى له أئمة المساجد وكذا يلقي درس والناس كانوا يستحيون يعني يعني الأئمة وكذا كانوا من طينة أخرى يعني لشت من طينة التي يعني تستميت في منعه وكذا يعني تقوم بالواجب تعذير تعذير أنها قامت بالواجب كنا نتبعه في كل الدروس يعني في الضلغ يتنقل من مسجد إلى مسجد ولا يخضع وهناك علام آخر هنا أستاذ زبير الحسني رحمه الله هو تخرج من جامعة الأزهر من القاهرة وبقي يلقي دروس ودروس تفسير القرآن الكريم حسب ما علمت من عام تخرجه 1958 إلى عام وفاته 1988 أنا تعرفت عليه حوال 1973 وبقيت تابع دروس تتمدنا عليه في المسجد يعني يبدأ القرآن الكريم يفسره وينهيه ثم يعهد بالجديد رحمه الله فاستبدنا النهائل علماء كانوا خارج شعب الإسلامي خارج شعب الإسلامي ولكن هم صروا بها أظن أن الأستاذ رحمه الله كان له مقال الشباب المغربية تخلص من أقدر الخوف وينصر الشعب الإسلامي وما شابنا بعنوان صحيح أبدأ من خلاله إعجابه بالشعب الإسلامي أنا ذات صحيح هو أبدأ وإعجابه وكانت وكانت جريدة البيان في ذلك الوقت كتبت عن أعضاء الشعب الإسلامية في الضر الضضاء من يحرك هؤلاء عنوانا فأجابه في الكلية ولكن لم ألقاه إنما تشبعت بكتابتي وقرأتها فكان يعني يدافعون وكانت العالم يعني تدافع عن الشباب الذي يؤتقال ويتابع وتغطي تغطي الجريدة العالم وهذا كله بتوجيه منهم وأخبرني بعض الإخوة منهم أبدالواحد الناصر محمد محمد العربي الناصر أستاذ درس معي هنا في الغباط لما تخرجت وهو رجل إسلامي مستقل كانوا مجموعة من هو وأستاذ بخخاث رحمه الله بالربي بخخص الأستاذ رحمه الله وغيرهم كانوا أسسوا جمعية اسمها جمعية الدراسات الإسلامية فكان هو واحد منهم والتقوا بعلى الفصل رحمه الله وهو أخبرني كان يدرس معي بأن على الفصل رحمه الله كان مصرورا جدا بالشبيب الإسلامي كانوا كانوا ألتقونا معه وهو طلب منهم من هذه الجمعية قال لهم أريد أن تلتحقوا بالحزب وتأتوني بالشباب المسلم أريد أن أعيد النفس الإسلامي للحزب وأنا أسلمكم الحزب تعودون وقلت لماذا لم تفعلوا يعني تخوفوا من أن يكون هناك نوع من استقطاب أو تعامل وكذا وكذا ولكن لما أطلنا الحديث أنا وإياه يعني تأسفة هو كونهم لم يعني استجيبوا لطلبهم على كل حال كان علماء نعوذي للسياق الحديث كان الشيخ نتيفي الشيخ محمد بن عبد الرحمن نتيفي وكذلك كان يلقي دروس دروس الحديث في السياق المحمدي وقلنا نرتادوها وكان علماء كثيرا وكان محمد قنوني المذكوري رحمه الله مفتي رابطة علماء المغرب أنه لم ألتقيه ولكن قرأت كتوبه وعليه تتلمذى شيخ قضي برهون وتتلمذى عليه أخر يعتبرونه شيخا وما كذلك يكسر محمد زحل يعني فكان علماء كثيرا محمد سرغيني محمد الله محمد الله كان يلقي الخطبته في أحد مساجد دار البيضاء وكنا نزوره في بيته وكذا يعني كل علماء تلك الفترة كانوا محترامين طرح محترامين طرح بمجتمع خصوصا عند كبار السين الشباب كان لا يعرفه فنحن لما تجدد اجددت الدعوة في الشباب والتحقنا بهم فارحوا بنا وكان أحدهم يعني الشيخ حمزة في مساجد يسمى مساجد شلوح في المرينة القديمة على كل حال بعض الناس كانوا يعتبرونه طرقيان وصوفيا وكذا ولكن يا ليت مثله يكون في هذه العيام يعني من حتى على اكتباع السنة وعلى وعلى يعني التغيير المنكر والإقلاع عن عدد السيئة وعن تضغير يعني كانوا يشارك في دفع مساواق الوقت نعم نعم في مساواق الوقت وفي المسجد وبشكل يعني 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 كانت كانت الضار البيضاء وغيرها من المدن ربما الضار تكون الأقل كانت مزاهرة بالمساجدها ولكن كانت مهجورة من طرف الشباب فلما جاءت الشباب الإسلامية أعادت لها أضطرت الشباب نعم طيب السيئة بسيئة كانت لك بعض الأفكار التي تسببت في مقاطعتك لأكثر من سنة ونصف نعم داخل التنظيم ما هي هذه الأفكار وأنا أقول لك شيء أولا أريد أن أصحح هذه المعلومة لأنه أنا هذه المقاطعة التي تمت مقاطعتي كنت أظنها بسبب أفكاري لكن لما انتقيت ب أخي الأخ نعم دين ذكير الذي كان هو سبب التحاق الشيئة الإسلامية وذكرت له هذا السبب صحح حاليا هذه المعلومة وقال بأنه لم يكن هذا هو السبب وأنه كان إهمال مجرد إهمال لكن أفكاري بعض أفكاري كانت فعلا تتير المقاط كانت نوعا ما منها هذه الأفكار نقول لك بعضها مشاغب سخونة 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 مشاغب منها مثلا يعني تأسيس عمل علني كنت أقول من السرير العلني لا أقول يعني لبس تبقى الحارة السرية ولكن لبس أني كلها يعني واجهة علنية وأنا لم أطلع على التجارب العالمية أو شيء ولكن كان هذا اجتهادت يعني منها كنت أقول أقول لما طلعت على فكار العلال رحمه الله في السنة الأولى الكلية عام 1974 أنا دخلت كلية عام 1974 يعني بعد مدة واجهزة من التحاق الشريبة لما طلعت على السبب الطلاع يعني كتب دفاع عن الشريعة دفاع وكتب وكتب أخرى السبب هو بسيط سبحان الله هو من الموافقات يعني أستاذ أحد الأساتذة يعني الذين كانوا درسوننا في شعبة العلم السياسية بالغضاء أثار انتباهنا إلى دراسة رابطة علماء المغرب كأحد جماعات الضغط في المغرب وتعرض في 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 عرضه لبعض العلماء ومنهم علل بس فهذا يعني دفعني إلى البحث عن الكتوب لما أجي ذهب في المكتبات ذهبت إلى فرع في استقلال في الضرب وطلبت منه الكتب وكانوا مسرورين جدا فأعطاني حزمة من كتب علل الفاس منها النقد الذاتي ومنها دفاع الشتائع الإسلامية ولكن الذي درسته في ذلك الوقت أكثر هو دفاع الشتائع الإسلامية أتصار فيك ربما معلوم وجدت أن الرجل يطالب بما تطالبون يطالب بما نطالب بل أكثر بل أكثر ويعطي تفصيلات ويعطي المؤامرات التي ستتعرض لها الشتائع الإسلام في المغرب وكذا فقلت أنا لإخوة في الجلسات لماذا لا ندرس كتب علل الفاس في جلسات أو على الأقل بعض فصول منها فاتهمت بأنني اخترقت التنظيم تريد مغربة شبيب الإسلامي هذا من داخل الشبيب الإسلامي من خارج الشبيب الإسلامي كنت أنادي حتى داخل الشبيب الإسلامي كنت أنادي بتأسيس جريدة منظر إعلامي منظر إعلامي ويعبر عن أفكار الدعوة والحركة وكذا وكذا فكون يعني يعتبر داخل الشبيب يعتبره اختراقا بقي الحزب فقط لم تطالب ما جئت إلى الريضات طالبته به ولكن طربت به في بي آ يعني كانت على الأقل تكتم عني فعلى كل حال من المفارقة أنني اتصلت ببعض الإخوة من تيار سلافي في الضربة وفاضل كانوا يعتنون بطباعة الكتوب وتوزياء الجناء وقيم الدعوة واستقبال العلماء كان لهم فضل كبير جدا في انتصار الصحوة الإسلامية في الضغط الله أنهم أستاذ أستاذ الحلو غالباً يكون توفر رحمه الله أستاذ سسر غيني رحمه الله بكني بن المساجد ووفرها للعلماء ويستدعي المشايخ ومنهم إبراعيم أبو هلال ما زال أرقي بالحياة ومنهم وحدس محمد الكسائي ما زال حيا أمرا فعلى كل حال أنا كنت أتصال من الأفاضل أتصال من الأفاضل فأنا كنت على اتصال بهم فطالبت منهم بعدما عجزت داخل الشريقة قلت لهم أنتم الحمد لله صلى الله وعليكم وعندكم أموال وكذا لماذا لا تؤسسوا جديدة خاصة أنها كانت جيدة النور في صدور في تطوان أصدرها مستاذ الخطيب رحمه الله إسماء الخطيب وكنت بعدت له بعض المقالات فشجعني ونشرها فقلت لهم لماذا كانت تظهر مرة في الشهر أو سبو والاستدري وفيما بعد اشترك تفاقتهم ماذا نتؤسسهم فهم اجتمعوا وأخذوا الأمر بجدية ولكن من خلال كلامهم وطريقة تساؤلاتهم يعني كأنهم ظلوا بأنني يعني مبعوث من طرف الشبيبة الإسلامية لكي أمرر هذه فكنت أقول سبحان الله كيف يعني داخل الشبيبة إشكال وخارجها اختراق وداخلها تخوف خارجها مع حسن نوايا ولكن كان التوجز كان لهم الأفكار الجديدة تقابل نوع الضيباء وفتاقية مدن أخرى يعني كان علماء كبار فرق رحال فرق رحال مرة كورس وفقه بن عاشر في سلاق وفقه الحسناوي في الرباط كل مدينة كانها أعلام ورموز كبار يلتفو حولهم ناس ولكن الشباب كانوا بمنعهم الشباب كانوا بمنعهم فلما قدر الله ترى بدأت علماء البغريب كانت عن نفس الإشكال نفس الإشكال كان يقولون عن الدعاة الأوائل رغم الفارق محمد عبد وشيخ طهطاوي جمال الدين الأفغاني كانوا يقولون عنهم علماء بدون جيش والأمة جيش بدون قيادة قيادة بدون جيش والأمة جيش بدون قيادة هذا ينطبق على العلماء المغرب كانوا قيادات بدون أتباع بدون تداملة وكان الشعب يعني مستعد ولكنه بدون قيادة كان هناك انفصال هذه الردم هذه الهوة كانت تحتاج إلى مجهود أنا شخصيا كان لها دورة كان لها دورة في بداية في بدايتها سنأتها لما ستأول إليها لما استقطابت الشباب أصبحت هناك بيئة تحتضن مستعدة لكانت البينية موجودة لكنها كان تفتقد الوقود فلما جاء الشباب الحمد لله سنة 1975 حدث في المغرب سيقلب الأمر رأسا على العقب وهو أغتيال عمر بن جل سنة 1975 كيف مرت أجواء هذا الأغتيال وما تأثير ذلك على الشباب الإسلامي في المغرب وفي هذه الفترة التي أغتيال فيها بن جل شاءت الأقدار الربانية أن أكون في هذه الفترة خارج الشبيب كنت قد غادرتها لا لم أغذرها هي الفترة التي كانت فيها مسافة استمرت حوالي سنة أو سنة ونص استمرت فلن نستعني بعد هذا الحديث بشهور فعلى كل حال الناس قرأتوا الخبر في المحرك في المحرك كما دقيعة لم يكن لك وكساف لا في سمو لا لا وسع التواصل ولهد لكن لو احجار موجودة كانت وقت الأضحى وكنت أنا أنزل إلى الدكان قربنا وأطلع على الجلائد أحيانا أطلع عليها وإذا أعجبني أحد أقتنائي فعضها إذا أعجبني داني يعجبني صاحب الدكان يعني الأيفون وكذا فوجدت هذا الخبر وهذا الاسم كان يتردد عندنا هذا هو رغم أنه كان قطع تنظيمي لكن التواصل مع باقي الإخوة كان اتصال كان اتصال وتواصل مستمر وكذا يعني تواصل مستمر توجست خيفة لما سنت الخبر وعلمت أنه سيكون لهما بعدها مستمر مباشرة قرأته وأنا بكيت مباشرة وصعدت إلى بيتي وانا بكي لماذا لماذا قلت يعني لم أعرف لن لن عندي أي فكرة ولكن كنت أسمع الاسم يتردد فقلت ستتهم به حركة الشمس مباشرة بكيت على ضياء هذه المجهودات نعم بكيت يعني بكيت أثرت كثيرا كثيرا سنة الخضاء تأثرت به وفعلا العداد الموالية لجريدة المحرر تهمت الشفيفة الإسلامية كان أنت توجه عني في البلاد وفي الاتصالات مع الجهات المختلفة بالدولة والسلطة وغيرها والأمن لا غير ذلك لم يكن حزبا صغيرا فالمهم حدث الذي توجهت منه الذي كان ظنا أصبحت أقرأه يعني اتهاما موجها الإشكال في هذه القضية أنا مر عليها أكثر من خمسين عاما الإشكال في هذه القضية أنها قضية معقدة والقضايا المعقدة مثل هذه لا تعرف فيها الحقيقة يعني كاملة إلا بعدها عقود وعقود من الزمن لكن أستطيع اليوم أن أقول بأن هناك تداخل في الموضوع بحيث استثمر حماس بعض الشباب من الشباب الإسلامي في أدن سيما عبد العزيز النعماني الذي كان يدرس معي في نفس التنوية كان رجلا شديدا في التوجه وفي سلوك وفي غريب فأقول أنه استثمر حماس شباب للقضاء على خصمين من خصوم الدولة العانيدين في ذلك المقتصد الظروع يكمع ومدى آخر وهو الذي قادل تغيير داخل الحزب وتحول وانفصل عن اتحار الوطن من القوة الشعبية واخد الاسم الحالي وعني واستهدف شرائح الساسة في المجتمع واستهدف الشرائح والورقة الإيديولوجية كانت واضحة وتوجه يعني السلطة كانت متخوفة العلماء العلماء الشريعة يعني كانوا متخوفين كذلك الاخرية يعني من بعض الصريحات ومن بعض الكلام الذي يروج قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا ومن بعض الكلام الذي كان يروج حتى داخل الشاب الإسلام يوم الخط الذي تبنته الجريدة الذي كان المدير المسؤول عنها الخط المتشدد تجاه الشاب الإسلام تجاه 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 الصحيح الإسلام يوص عامة مسافة عامة فأقول أن في مثل هذه الظروف قد يستغل يعني يستثمر تأتي الجهات وتستثمر يعني الحماس الشباب خاصة الشباب الذين قاموا بهذه العمل يكون لهم ناس المسطع يعني من فئة العمال المسطع يعني قدراتهم الفكرية محدودة قدراتهم العلمية في الشريعة وحرمة يعني قتل النفس وإعتداء بها وعدم يعني المس بها إلا وفق شروط وأن تقوم بذلك الجهات القائمة على الدولة وكذلك كله غائي غائي تغير منكر باليد صورة تغير منكر باليد يعني وخاصة القتل قتل نفس يعني فهذا يعني لعله أنا كما قلت يعني هناك جهات استثمرت حماس حماسة الشباب وقد تكون جهات من الدولة ليس هناك ما يمنع أنها تكون جهات من الدولة لأنه كان معارضا شديدا إنما تبقى هذه القضية كما قلت من القضايا الغامضة التي ربما يكشف عنها عن الحجاب بعد عقود وعقود يعتقالها يعني يعني تعرف اليوم ماشي نجسة التواصل وكذا ماشي بحالة تشكل ارتكبت جريمة وصلهم الخبر ذلك التوجيز الذي كان عندي أنا بلغني أنه كان عندهم نفس التوجيز خرج من سنة أظن وتحددت عن ذلك جريمة المحرية وبعد ذلك قرر المشتد كامير إبراهيم أن يعود بالنسبة لأستدموط استقر في إسفانيا حين في فترة معينة استقر في إسفانيا ثم انتقر في ملعى ذلك سعودية أو ليبيا سعودية ثم ليبيا دول عديدة سعودية تركيا سودان إيطاليا ليبيا كانت متأخرة ليبيا يعني في آخر المطاف لما غير توجهه وتصل بالسلطة البيبية والجزائية وزارة يعني مخيمات البوليزاريو وأخذ معهم صور وأيدهم في طرحهم انفصال وكذلك جاء بعد ثم لنظن ثم لنظن كلاجئ سياسي بعد يعني التورة التي قضت على النظام القدافي في بيبيا هذا ما صار طويل لكن أقول لك شيء آخر هذه المصيبة التي كانت اغتيال عمر بن جلون والتي في طرف الحال هي قضية مستنكرة شرعيا لا يجوز اغتيال أي شخص من طرف حيئة أو شخص لأفكاره ولو تكون معادية هناك دولة ينبغي أن تقوم بواجبها إذا كان هناك انحراف ينبغي على الدولة تقوم بواجبها إما بإيقاف هذا الفكر أو إيقاف صاحبه أو يعني محاكمته يعني بما تقططه الشريعة الإسلامية وما هو مصوص عليه في القوانين القوانين البلد هذا من ناحية إذا كان لها تأثير سلبي في خروج قيادة من المغرب وكان لها تأثير إيجابي كذلك كيف ذلك كيف ذلك هو أنه يعني الكثير من الناس لم يكونوا يعرفون ما هي الشبيب الإسلامية فأصبحت جرائد يصار تتكلم عنها وعن وطيالها بن جلون وكذا وكذا فتدفق الناس على الشبيب الإسلامية من كل حدب وصوم بني دون انضمام إليها وكثير منهم من الإحزاب اليسارية ولذلك أذكر أسماء كثيرة لتحقبنا لهذا السبب وهذا يعني من غرائب التي شخصيا عشتها في ذلك الوقت وعرفت يعني كأن الشيب كان ينقص نقصها نوع من التعريف فقدمت لها هذه القضية رغم أنها معساوية قدمت لها تعريفة مجانية في سلح أنحاء المغرب نعم وجاء الناس يعني من كل أنحاء المغرب بعد فروج على كل الموطع من المغرب ترك وراءه فراغا تنظيميا كيف تم تدارك هذا الأمر على المستوى تنظيم لدخل الشباب الإسلامي وكان هو على كل حال يعني وقع بعض الارتباك ولكن تعريف التنظيمات السرية لا يمكن للقائد أن يأتي إلى كل خالية خالية وجلسة وجلسة فهناك تنظيم الشبكي هرامي هرامي من القيادة إلى القائد إذن من الرأس مفقود الرأس مفقود يعني كان هناك بعض الشباب الشباب الذين كانوا احتكاك بالقيادة احتكاك مباشر ويومي الذين سموه بستة قيادة السوداسية ما السوداسيين تنظرون سوداسيين أو قيادة السوداسية هم الشباب الأوائل في هذه الحركة سيحمد بلد هامس غودي ماذاكي سيحمد سعداوي سي يعني عثمان مانار سي نايت سي بن شي غاد ست ملكا ولا احتكاك فبقيت يعني الأمور تسير تحت إشرافهم كما كانت من قبل بالذي ينقص ينقص هو الرأس وهم بقوا على اتصال معه عبر الهاتف عبر الهاتف عبر الصفر يعني سوفرون إلي الصفر فالأمور متاحة لم تكن سلطة لما استقر في مكة كانت في ذلك الوقت صعوبة الحصول على الجواز هذا يكون مشكلة في التأشيرة بل في الجواز لم تكن تأشيرة يعني المغرب كان الجواز مغربي تسافر به إلى كل أنح العالم بمجرد ما يكون عندك الجواز يعني حينما كان عند الجواز كنا يعني مسافر إلى أوروبا شرقا وغربا بدون حدود حتى نئة كان يسافرون إليه كانوا يسافرون إليه ويأتون بالتعليمات كانوا أردت صالح لكن ضبا ما نشرب بينه خلاف بعد ذلك لا أظن أنه خلاف هو حركات سرية قيادة حركات سرية تخاف من الوسطة بينها وبين القواعد بسم الله في خلقي لأن ما عندها اشتصال مباشر بالقواعد فتخاف هذا الوسطة أن يستول لها على القواعد يستحيل أن تتواصل مع القواعد وخير الأرض الوطن حتى داخل الأرض الوطن لو بقى باقي داخل الأرض الوطن لا ربما قام بالنسبة مع النقص من الهدد لذلك تهمه بالاتهامات لا تصدق من قبيل مثلا من قبيل الغش والكذيب وصارقة الأموال عدم تمليغ الأوامر وكذلك شيئ كثيرة جدا وأحتى أمور أخلاقية طريحات وكذلك أنا شخصيا لم أصدقها كنت بقيت وبقيت في التنظيم وكذلك وساهمت في التهديئة في تهديئة القواعد لأننا نوقع نقاش كبير ومستوى الوطني وانسحب من خاصة في مدينة الريض انسحب جناح كبير وتبعه إخوان من مدن أخرى وهو كان يسمى جناح التبيون التبيون واضحة جاء إن جاءكم فاصقا بين بأين فتبع سلمروا لم يكن عوضا في التبيبة ولكنه حينما خرج هذا الجناح التحق هو به ولم يكن في الشبيبة هل كانت هناك محاولات للصلح بين السجاسيين كانت محاولات كثيرة بعضها قادها الأخ تتسعب بمسلهم رحمه الله رحمه الله رضي لم يكن عضوان في الشبيبة ولكن الشبيبة كانت أصبحت الشبيبة الإسلامية أصبحت تطلع لها أنظار كل يعني الأسرة والمتذينين في المغرب على اختلاف على اختلاف مشاربهم نعم صحيح كانت هناك بعض المناوشات مع بعض الإخوة في الأقل التيار في التوجه في السلط ولكنها غالبا كانت فردية لم تكن يعني كانوا يعتبرون التنظيم بذعاء قراءات سيطح بذعاء كذا كان لم يكن كما محدودا حدودا لم يكن توجها عاما يعني كان بعض يعني فقط فلذلك يعني كانت هناك محاولات للأصلاح وكانت هذه المجموعة مجموعة التبيون تقول يعني هذا الكلام الذي سمعناه نريد عليه ذلائم إن جاءكم فاصقهم بينبئين فتبينوا فسموا بتوجه يعني التبيون وإحنا نحن الذين بقينا أنا واحد من الذين بقوا كان يطلب مني أن أهدئ الخواعد وأن أوضح لهم المخالفات التي قام بها الإخوة الستة فأنا كنت أرفض أن أخذ في هذا الكلام وأقول لهم غاية ما هناك كل الشباب شعب كم صغار 16 سنة 14 15 17 18 وكبير 18 أدخلوا في هذه المتاهات وهذا فاعل وهذا صارق وهذا زنا وهذا كل غير تابت يعني قد تربكه وحتى عن ديني تفتينه وحتى عن ديني وين نقصوا على عقيمة فين نقصوا على عقيمة وين تحملوا مسؤوليته لذلك كنت أرفض شخصيا هو والسؤال اللي وحدي وكثير إخوة كثيرة يعني نرفوض أن نقول هالكلام نقول إن هؤلاء لم يعود بينهم وبين قيادة الحاك اتفاق والقيادة رأت تفصيلهم إلى هذا الحد بالنسبة معقول يعني واحتم ناحية الشرعية بغض نظر عن الدوافع وقد أجد له مستند فلذلك كنت أرفض أن أخوض في هذا تعطينا أوامر يعني ما أنزل الله في سلطة لا تسلموا على فلان أجروه ولو سلم عليكم لا تردوا عليه السلام منهم أستاذ نور دين ذكر رحمه الله هذا من قيادة سلطة أنا أقول كيف هذه من أبسط حقوق المسلم على أخيه حقوق المسلم على أخي إذا سلم علي أرد عليه السلام ما مين فهذه كنا نأخذ فيها معركة لماذا تخالف أمر القياد ولماذا كان على شكل نسمى الشيخ عبد حميد أبو النعيم وثقت بعد الشهادة أنه رفض الانتصال لأمر موطع في تنظيم مسيرة بشارع الجيش لملكي بنجل السدر البيضاء هل كان هذا القرار هو سبب ترضيه أو خروجه من جماعة من تنظيف الشباب الإسلامية هذا الانفصال الأول كان في عام 1977 وهذا ذي التبيون وبذلت جهود لتجاوزه وفي أعلان تم تجاوزه وصبح هناك تعايش على الأقل داخليا بين المنفصلين لأم التبيون وبين الشبيبة يعني نوعا قبول قبول الأمر الواقع وهم بقية تنظيمهم محدودا يعني الرباط سهلا وبعض المدن هنا وهنا على كل حال مسألة طبيعية لكن الشباب الذي كان يعني يدرسه في التناوي لألا ما أعود في التناوي إلا أنا أصبحت ساعتداء ساعتداء وجميع نتخرج أنا أتخرج في عام 1977 أصبحت أستاذ في 1977 ويجي لي يعني سي هذا رحيم سي نودين الذكر وكذا أصبح يشتغل تخرج من الغاص الإدارية في نفس العام أصبح موظفا عموميا في عملات مارا إذا الناس مبقوش يعني وتخرج الأطباء وعثمان ما نصبح طبيبا يعني موعد ذلك التلميذ يعني 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 الأطفال مين صاروا رجال صاروا الآن رجال أساتيدة أو أساتيدة أو أساتيدة إسلامية أو العربية أو كذا مبقاش يعني بالإمكان قيادة هؤلاء الشباب بنفس الأساليب القديمة أو العاتقة أو المباشرة أو كذا وينفذون بدون هذا بدل كلام يروج داخل التنظيم وحتى القيود سرية تخففت لماذا نجيب متى من الرباط ونجيب مظاهرة بالتيار الاسائي في الرباط نجيب الناس مضار ونجيب من القنطرة ونجيب من الفاس فأصبح احتكاك وتعارف إذن احتذك القواعد السرية المطلقة وزيلت ولكن تخففت فأصبح النقاش نقاش في الأفكار الكلام الذي كان محضور على الفاس الكلام الذي كان على مثلا تكلم في الفكر الفلاني وتداول وكذا مبقاش فالناس بدأوا يحسوا بأن التنظيم لهم أصبحت ضيقا عليهم أصبحت أفكارهم وأمالهم أكبر من القيود التنظيم ولكن أستاذ موطي يعيشوا في عزلتي لا تقدر شيخ عبد الحميد أبو النعم فقد ترفضوا هنا نجب نحن فلما هذه السنة عامة تعد سبعين عقدنا هنا في الرباط يعني لقاء في الرباط يعني مع ابن عم بكريم موطي الأستاذ عبداللطيف الحمد ورحمه الله تقريبا كان شبه نائب له أو يعني هكذا شئت أن تقول هنا في المغرب فانتقينا معه وكانت هنا مجموعة من إخوة الأفاضي سيم أستاذ معطاس سيم محمد المرواني إبراهيم برجاس محمد مجموعة من الأفاضي يعني 21 أو كذا وكان الكلام حول نوع من الإصلاح الداخلي من داخل الشباب الإسلامية سوى من رهاصة الأولى لجمال إسلامي أي سوى من ناحية الأفكار من ناحية التنظيمات من ناحية التواصل ناحية كذا كذا الناس تخرجوا بدأ يقرأ وبدأ كذا يعني فهذا الأستاذ عبدالطيف رحمه الله رفض هذا كله هذا كان بداية سعود وسبعين فالناس اقتنعوا وعدد من الناس اقتنعوا بأنهم لم يبقى هناك مجال لبقائهم في شبيبة منهم الأستاذ أبو أبو نعيم نضاف إلى هذا أنه أمر بتنظيم مسيرة في شريع الجيش الملكي أحد أكبر شوارع الضرب في ذلك الوقت ومغادرة المغرب يعني نعم مباشرة بعد القيام بعد وأن كل الأمور مهيئة له للمغادرة الله أكبر ثم نمى إلى علمه أنه بالموازات مع الأمر الذي أمر به هناك أمر آخر بارتكاب بعض أعمال العنف بالموازات مع هذه المسيرة ففهمت تلقائيا أن هذه الأعمال ستنسب إليه هو أنه هو المنظم وفهم منها أن هذا لا ينبغي أن استنتج أن هذا سلوك هو نفس سلوك القديم وأن سلوك عفا عليه الزمن وكأن يراد له أن يخرج من المغرب خرجة نهائية ولا يقول منه فانتقط الرسالة وعلمه بهذا الأعمال التي كانت كان يعتزم وقيا بها لم يأتي أتى من قبل لا أقول المصادفات لأن قدر الله أصبع الله الذين كانوا سيئون يفيدون العدد للأمر فهو غادر غادر وأنا مع مجموع من الإخوة كان بيننا وبين الأستاذ عبد الحاميد رحمه الله الشيخ عبد الحاميد ستة أشهر قريبا هو في بداية سعود وسبعين ونحن في متصافية تريتنا قليلا قلنا نقوم بمحاولة الإصلاح من الداخل وكذلك نقوم بمحاولة لم صفوف من الداخل أما نشخيا كفرد كنت في الظل الانسحاب ولكن بعض الإخوة الذين لهم اتصال كبير بيا رفضوا هذا التوجه فضطررنا للبقاء لكن في رمضان رمضان جاء في الصيف في تلك السنة منذك العام نظن في شهر سبعة أو ثمانية غالبا شهر سبعة ارتكبت أعمال عنف خطيرة في الضرب بحقي بعض الإخوة من تبيون وهي محاولة اغتيالهم وهم خارجون من المساجد في رمضان ما لستهدفهم استهدفهم أعضاء من الشباب الإسلامية ولما تأكدنا من الأمر أنا شخصيا رفضت أن أبقى في تنظيم في يرتكب العنف ونحن دخلنا إليه على أساس الدعوة لله والسن يعني بطبيعة الحال دعوة الله لا تكون إلا بالوسائل الشرعية التي تنبذ القتل والعنف وخاصة في حق الأعضاء أعضاء الذين معك ويصلون معك وفي المسجد وخارج من الفجر وفي رمضان فلذلك أنا رفضت هذا وقلت الإخوة أنا لم يعد لي الآن قدرة هذا الاستمرار لا في عملياتي صلح ولا في كده شكلتها بعدها ربما مجموعة هي هذه شكلناها منذ هذه البداية وكنت أنا أريد أن أنفوض يدي من كل شيء لا في البداية كنت أريد أن أنفوض يدي من كل شيء قلت يعني أمر ما يعني وله تأصيل في الشرع يعني ولو أن تعضى على أصل الشرعات حتى تلقى الله وأنت على ذلك إذا كثرت الفتن وتبعها يعني مباشرة أنه السيد محمد زحان رحمه الله ألقى خطبات يعني في المسجد المسجد الجمعة في خطبة الجمعة يعني يحاول فيها الإصلاح وتأذيف القلوب وكذا فوزع في حقه منشور من الشبيب الإسلامي يتهمه بأفضاع اتهامات المعروفة التي مع حسن حض نسيتها رحمه الله رحمه الله فقلت كيف هذا الرجل الشيخ الجريم المؤسسين رجل فاضل يتهم بهذه الانتهامات ورجل آخر يتعرر للاغتيال ورجل آخر يزج به للقيام بمظاهرة ويتخلى له عنف لا يعلمه هو إذن هذا ما هذا إلى أين نحن سائر فلذلك طرحت الجمعة المتساعدة رمبا محتل سفر السيد وخفزا إلى موطع في إسطنان ومكالمة سبع ساعات نحن نحن نطعين هذه الساعة نحن نبقي نحن نشوف الأخلاب وخفزة ولا غيره لما وقعت هذه الوقائع أنا جئت إلى الرباط واتصلت ببعض الإخوة منهم السبال الله رحمه موسى عبد الله لكم نشوفوا بعد الآن لما بل القتل ما بقى ما بقى كلام صافي ما بقى كلام تهى الكلام نحا صافي تهى الكلام المحاولة بعد ذلك ما هي الجماعة التي كانت تشغيل حينها خارش شباب الإسلاميين وما كانت هناك جمعة بفاس كم تشعيد لغو شيخين كانوا الإخوة هذا هو الإخوة في فاس كانوا يشتغلونها جمعة للقصر كبير وجمعة في وجداء ومجمعة أخرى بدل دير أخوانا في فاس كانوا يشتغلون منذ عواصل الستينيات أسسوا جمعية له مع الدعوة برئاسة أستاذ سلام الهررس ويشتغلوا على تربية الأطور والقيادات وكانوا متأثرين جدا بمالك بن نبي لأن أستاذ أستاذ سلام الهررس هو رفيق مالك بن نبي في القاهة هو الذي طلبا من عبد السامور شاهر أن يترجم معه ومكافأة له أعطاه ساعة يدوية فلذلك أمشوهما في الاتجاه لتكوين الأطور العليا ويبثل الوعي في كل مناحي المجتمع وقطاعات المجتمع ويشتغلوا بكيرا والإخواء في القصر الكبير في سعد نصر التجاني ومحمد الدكالي ومحمد الرئيسوني وغيرهم من الإخوة الأفاطي أسسوا جمعية في 1974 وهم كان لهم اتصال مع المطير ولكن لهم لم ينتموا للشبيبة كان لهم اتصال كانوا طلبا هنا في الرباط وكانوا يلتقي معهم هنا ولكن لم ينتموا للشبيبة الدكتور رحمد الرئيسوني أنه جمعوا لقاء مع مطيع بمجد لهم دور هذا اللقاء اللول فنفروا منه لموقفهم جماعة التبليغ كانوا يشتدوا على الجماعة وهم كانوا ينتمون أو متعاطفون معه لا كانوا في الجماعة بعدما أسسوا الجمعية الجمعية أسسوها بدأت جماعة التبليغ تتخوف منهم لأن الجمعيات الجماعة التبليغ الناس أفاضل المسطة هذا العمل الجماعي لا يستهويهم ولا يعرفونه لذلك أسسة هذه الجمعية والإخوة بقوة من الشوطون كذلك مجموعة وجدة هذا كانوا اتصال بالإخوة في فاس دكتور الأمراني ومن معاه الأستاذ مصباح الشقيقان الشقيقان مصباح يعني أساتذي كانوا يدرسون في فاس ففكرهم منبعيد من مجموعة فاس من مجموعة فاس لذلك كأنهم فرعون لجمعية الدعوة في فاس فكانت جهود يعني جهود مليع بالرسول في شفشا والأستاذ الخطيم في تطوان سماع الخطيم وعدد من جهوده في مراكوش يعني كانت جهود الأستاذ رحالي الفاروقي في مراكوش وكل منطقة كان فيها أفاضل أفاضل علماء يشتغلون يعني على حذى ولكن كان الجميع صراحة كان الجميع احتى هؤلاء هذه العطيف التي ذكرنا كانت تتطلع إلى جربة الشبيب الإسلامي على سنسلنا جربة جامعة وطنية وكذا بالنسبة لأستاذ إله بن كيران نعم كان في الرباط كان بطبع ما كان موقفه يعني من هذه العمل ويعني حسب ما حكاه هو أو حكاه آخر ومر بتجارب سابقة في السبب الاستقلالية والشبب التحبية والتحق بحركة الشبب الإسلامية في أواسط الفتسانية وستة وسبعين في الفتسانية وستة وسبعين يعني لم يكن من الجيل الأول نعم وبعدها يعني بأشهر قليلة وقعت هذا الميزاع الذي وقع في الرباط وخروج التبيون وكذا يعني هو عاش في هذه الأجواء في الأجواء ثم يعني لما يعني انسحف التبيون وقع هناك فراغ في الرباط وقع هناك فراغ في مدينة الرباط ومدينة السبا وكان هو مع تل من الأخوة في ذلك الوقت يعني بحكم الأمر واقع هم من ملأ هذا الفراغ هذا الفراغ وقدر لأنا خاصيا أن التحق بهم في منتحقته بالرباط في أكتوبر 1967 تحقته كأستاذ هنا في خدمة المدنية لدى ما تخرجت فقدر لأن التحق وعيش هذه الأجواء في الرباط وفي مدينة سنة ومن هنا انطلقت إعادة بناء الشبيب في مدينة الرباط وسلا لأن معظم الأفراد الذين كانوا يمتهمون بالشبيب في هذه المدينة تحقوا بالتبين وبقي قلة قلة وفعلا وعيد بناء هذه التنظيم مرة أخرى بنفس طريقة تلاميذ العمال تلاميذ العمال إجل التعليم إجل التعليم تأخر قليلا إلى عام 78 حيث بدأت أنا شخصيا في عادة بناء هذا القطاع قطاع وأسميته قطاع الموظفين لأن كنت أدمج فيه الكل سواء كانوا الرباط مدينة إدارية لذلك العنصر الموظفين متوفر لذلك أنا كنت أدخل فيها في هذه الهيكلة وسميه موظف سواء كان أستاذا أو موظفا أو مهندسا أو كذا ومنهم الأستاذ الله رحمة الله رحمة الله كان معي في الرباط في جماعة من الأخوة في أول جلسة فتحناها في الرباط للموظفين رمى أول لم يكن موظفا كان في السنة النهائية مع أهل حسنتان من زراع وبطرة رحمة الله عليه برسبة من هذا أيام ذكرى وفاته يوم سبعة الصامة في رحمة الله رحمة الله فتجاوزا ألحق بهذه خادية التي كان فيها الموظفون والأستاذة وغيره فالحمد الله تم إعادة حكرة هذا القطاع واستمر رائعا يسير إلى أن وقعت القطاع في عام الثلاث سبعة طبك أن هناك منشور لموطيع السادة فالمذيك الرحل الحسن الثاني وأنور السادة وشه إيران وهو الزعافة تسببهم جوام الاعتقانات فاعتقل على إثرها الأستاذة بالإله من كيران ليخرج بعدها ببيان معروف الذي يعلن فيه الضراءة هو وبعض الأفراد التي ذكر أسماءهم من تنظيم الشبيب الإسلامي وأنا كما قلت وآخي الكريم سالثان هو بعدما وقع في سعود السبعين وردوا كمجال يعني كلها تفاصيل يعني ظهرت ولكن كل شخص تنظيم له قصة انفصاله يعني نعم أنا أعرف أعرف لأن ما بين سعود السبعين وواحد وثمانين زيادة لا لزومة لها أنا أعرف هذه التفاصيل عرفتها من إخوة أو لم أعيشها وكانوا يقولونها لي وبعضهم اتصال بي ويقول لي كده شوف الآن شوف يعني الانفصال عن الشجبة الإسلامية في عام 1979 أنا حسب رأي في ذلك الوقت وقد يكون صوابا وقد يكون خطا ولكن أرويه كما فهمت في ذلك الوقت أقول فعام 1979 كان الانفصال يرجع إلى المبادئ وفي عام 1981 كان الانفصال يرجع إلى الخوف ولذلك كنت ما كنت مطمئن يعني كانت واضحة الأمور التي تجيب الوضحة يعني العنف الكذب التخوين كذا كذا لم يعد هناك مجال نعم إذن ما وقع من تعدو 70 إلى 81 هذه تفاصيل لتلك الفرع نعم لتلك الأصول أو هي فرع لتلك الأصول نعم إذن تبين تبين الشخص يعني لا داعي لك لا داعي لانتظار التفاصيل في نفس سنة 1979 كانت هناك الثورة الإيرانية وكانت لها تدعيات كبيرة هل هناك من الجماعة الإسلامية في المغرب من تأثر بهذه الثورة هو الشبيب داخل الشبيب الإسلامي نفسها نحن تعثرنا ولكن أنا أقول إن كان لنا لكل واحد يعني له حسنات وسيئات مطيع كانت له حسنة في هذا الوقت كانت له بعض الأم وبعض الهينات ولكن كانت له حسنة هو أنه أرسل لنا أحد الشيخ الشيخ نايف سورو زين عابدين نايف سوري أرسله وقمنا له بجولة في الخلايا في معظم المدن المغربية خلال الشيخ الإسلامي وكان الرجل يحذرنا من الثورة الإيرانية لأن طورة طائفية شيعية وليست إسلامية وأنها بالعكس أتت لتشغيل على الحركات الإسلامية السنية وضربها كان له كتاب معروف كان له كتاب جاء دور المجلس جاء دور المجلس ولكن هذا جاءنا هو قبل الكتاب وكانت له جولة وفعلا هذه الجولة بكل صدق فتحت عيوننا على بعض المقاتل بعض المقاتل للطورة الإيرانية رغم أننا قبل هذا وزعنا ملصقا في المغرب كله ونشيد بالطورة الإيرانية لم يكن لكم خلفية على المعتقل الشيخي لم يكن لنا خلفية ولكن وزعناه بأمر كيف مطاع بأمره وزع المشروع للإيشادة وحسن الشيخ لعله هو نفسه أنا أقول لعله هو نفسه لم يكن يعني متفطن للأمر في بداية لعل أنا أقول أقول لكن بعد ذلك أرسلنا الشيخ وكانت جولة يعني جولة مهمة جدا 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 يعني حضرته عدد من حرقاتها فأصبح لنا موقع ولكن باقية هناك نوع من تعاطف سياسي مع الثورة الإيرانية داخل الشبيل يعني وقعت من أي جهة هو وقعت تمييز بين الشق العقدي وبين الشق السياسي فالشق السياسي يمكن أن تتعاطف مع غير المسلم إذا قضى على ظلم أو أنصف مظلوما أو كذا والسنة النبوية مليئة بهذا النماديج من حلف الفضول وغيره ولكن الشق العقادي هو الحذر من الاختراق العقادي وهناك من ذهب بعيدا ولكن دائما في التعاطف السياسي وهم الإخوان الذين انفصلوا في سنة عام سبعين وعرفوا أندك بالاختيار رسالي وكان على رأسهم مستاذ المصدر الطاصر ومحمد المرواني أساسا وفيما بعد وريفا من الرجال ولكنهم هم نفسهم أنا كان اتصال بيننا وطلبوا مني الالتحاق بي وربما حتى قيادتهم وأنا رفضت لا الالتحاق ولا القيادة يعني معا وكان كلامي واضحا وهو أنه حركات تبنى في داخل البلاد ولسا من خارجها هذا أولا ثانيا الشيعة في إيران والخمين أنذاك لن يقبل منكم شيئا إلا أن تكونوا شيئا وأنا لستم مستعدا وانت شيئا كان كان واضح وده كان ومحتر خلفي تكوينيكم من ناحية الشرعية كان لها دور فهذا هذا أمام المد شرين نحن تحدث الآن ونحن في منطقة يعني راحة ونحن في داخل الضرف الذي فورا بها سبوة 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 سبعين والإعلام صحيح تكون له دور وتوفيق الله أقول لكل شيء لأنه توفق الله أزواجل لأن الإخوة هذه الكلمة أنا لن أتى شيئا ولستم مستعدا لأن أكون شيعيا في أي وقت أتارت غضبهم وإذا كان عام 1980 و1981 إخوة رفقاء هذه الأخوة لن يعرفون في مبعد بتيار الرسالة طالب والتحقيق قلت وربما احت القيادة أنا رفضت لا هذه ولا تلك وهذا على أساس أن الحركات تبنى داخليا هذا أول وال يعني الدافع الثاني هو أنه إيران نتقبل منكم بلا شيء وعين هو التشهيد وهذه أتارت حفظتهم ولكن بعد عشر أعوام عشرة أعوام من هذا الكلام تصلوا بي يعني مشيعة لم يريدوا أن يتعاملوا معهم طيب بالنسبة لأستدعب السلام ياسين قبل أساس الجامعة في 1908 يعني كيف كان وضعه لا هي المدينة مراكوز زماعة لم تؤسس أسرة الجامعة أسرة الجامعة والأستدعب السلام ياسين رحمه الله كما يعرف الجميع كان ينتمي إلى طريقة صوفية واختلف مع شيخها نعم في طريقة القيادة والتعامل وكذا وهو كان ينظر إلى التصوف ينبغي نقوم بالأدوار التي قام بها تاريخيا وهي الرباط والتربية الروحية والعلمية والجهادية أظن أن يذكر عنه أيضا تفرط في الشعائر خاصة الصلاوات فإنهم كانوا يفرطون الصلاوات خاصة هذا وفق شهادتي بصوتي نعم يفرطون في الصلاوات ويفرقون بين الشريعة والحقيقة فإذا كان يصير حفظاته هذا وفق روايته حبما روايته هو أنا لم أطلع عليها ولكن على كل حال وعلى كل حال بقيت عنده بقايا من مدرسة الصوفية وهذا طبيعي جدا إذن المغادرة كانت لأمور تفصيلية كما قلت أنا وكما أضفت عنها هذا المغادرة الذي أضفته إذن فهو كان يرى أنه المتصور الحقيقي عليه أن يمرض معروف عن إبناء بالذكر فأخرج كتابه المعروف من الإسلام والطوفة ووزعه في أنحاء المغرب وخصوصا ومشورة تقيلة على إذنها الأساس أنه مختل عقليا بقية الإقامة الجدية وفي الظروف التي انتثرت فيها شضايا الشضايا الإسلامية خرج هو من السجن فالبعض في ذلك الوقت فسر خروجه على أنه فتح عظيم لا فسر للبعض خروجه على أنه خروج مدروس لاستقطاب شضايا الشيبي الإسلامي وبغض النظر عن هذه التفسير صحيحة وغير صحيح ولكن هذا الذي وقع في السماء 24 هنا كانت مرحلة 79 خرجت كل من التفحوا له هم أبناء الشيبي الإسلامي كل من الذين التفحوا معظمهم نأقول كلهم أنهم معروفين بأسمائهم لبما كانت هناك فتاوى بأن يجب الإنسان أن ينضم إلى الجمعة التي توجد بمدينته بغض النظر عن اتمائها فتلك هي الجمعة قد تكون لأنه في فترة الفتان وكذا تصدر أشياء وفتاوى وكذا وكل يستحل عن نفس القيام بكل ما يراه أنه أنه في تقديره أنه شرعي أو واجب أو هذا لكل حال هو الرجل خرج واستقطف عناصر معظمها من الشيبي الإسلامي ولكن يحتوي من جامعات أخرى من توجه السلفي من جامعات تبليغ من العراق لما أتحق حوله أنا شخصيا زرته في ذلك الوقت في بيته في مراكج ولكن لم أجد عنده ما وجده غيري يعني ما سلطة ما غيري وجده عنده أشياء استحسن يعني ما أبرز مميزة اللقاء بينكم لقاء كان مذاكر حول الدعوة والحركة والبلاد والمستقبل الحركة الإسلامية حاول استخطابك خلال ذلك في البداية هو لم يكن يحاول وكان يقول نريد أن نجمع هذه الجهود ونوحدها ونساهم في هذا كلام في البداية وتجاورنا في مدينة سالة بعد ذلك كان اتصال بيننا اتصال وثيق كان اتصال وطيق واحترام متبادل وأشهد له في هذه المناسبة بأن الرجل يعني كان يحزن الاستماع وانا شخصيا لي معه جريبة انه تراجع عن كثير من قراراته بعد النقاش معه هذا شخصيا هذه القضية وقعت لي معه خرارات يعني مجال تدبير الدعوة وقناعات وكانت عين مجال وكان هناك أمور أخرى لم يقتنع بها مثلا في التدبير يعني اقتنع بأشياء كان يعني يترجو يسمع يحسين الإنصات وهل اقتنع بالدخول في الجماعة بدأ اسيسها أي جماعة جماعة حاتي يعني ببدايات اسيسها أظن أن كان عنده خط واضح منذ البداية إنما تدرجة في الإعلان عنه أو الإفصح عنه أو تنزيله جئنا أن نقول هذا هو أما في تدبير الأمور كان يستمع كما قلت وكانت بعض الأمور يصير عام من الأمور لما الثمانية الحج عام 1980 طلب مقابلتي فقابلت وجمع مجموعة من قيادات وطلب أن حكي لهم عن أهم الأمور في رحلة الحج وحكيت لهم عن إيران وكيف تتعامل مع مجاهدي المجاهدي الأفغان الذين يعني يلجأون إليها فتسلمهم فورا إلى الاتحاد السوفيتي عن ذلك وشئت بشهادة مضثقة من 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 لقاء الأفغانين من لقياداتهم قياداتهم التقنا معهم من سخاليس والسجاف وكذا كذا التقنا معهم في مكة لقاء متاح فالتقنا معهم وأقساموا لنا بأغلوه العيمان أنا طلبت منهم القسل أنا شخصيا قلت لهم هذا أمر خطير ونحن في بيت الله العرام أنا لا أقنعوا بغير القسل فأقساموا وخاصة يونس خاليس أقساما أغلوه بالأيمان بأنهم سلموا وإن أفرع لديهم يعني كثير من الناس وسلموا والتقيت مع منذوب الخميني شخصيا في الحج منذوب الحج أنا والأخ محمد الدكالي وما يزال حيا ومجدناه رجلا منغلقا شيعيا منغلقا يعني ما عنده شيء منفد لي يتعامل مع شيء سني ولا شيء واحد آخر وكل مناكر التي تقوم بها إيران أو هذا كل ما سألناه كل ما يدفي عنه بقوة يعني و بصراحة وقوة صراحة نقول قلة حياة يعني في المدينة يعني لا لا بالاتهام دون تقيير المسلمون الذين قتلوا في حامات قتلهم نظر السوري في ذلك الوقت يدافع عن بشار يعني الأسد هذا ببت بشار حافظ حافظ الأسد دفاعا مستميتا ويقول رجل مسلم ومن طائفة مسلمة مخلصة وكذا 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 والذين يقاتلناه كلهم كفار وعمل أمريكا وكذا يعني رجل منغلق يعني لا تجد معه وأنا حكي هذا الكلام مستاذ عبد السلام قلت له يجب وأن تنفضي من إيران وهو كان متعاطف شديد مع إيران فهو يعني صعب عليه أن يصدق هو على كل حال رجل عاقل هو مستمع جيد ولكن الذين معه هاجموني الشباب وحتى الشيوخ هذا الرجل الاتباعي في المجلس الإنشاء هذا الرجل كبير كاد أن يضرب عني في ذلك الوقت يضرب تقريبا فالمهم أنا قلت أنا أنا سئلت فأجبت ونصحت ووتقت ما ما أقوله فهذا يعني كان وفي أخير حياتي رحمه الله كذلك لما رفع عنه يعني لقامة الجبرية في اليوم الذي رفع عنه لقامة الجبرية كان يوم الخاميس يوم الأربعاء وأنا أعرف أنه يوم الجمعة سوف يخرج لصرة الجمعة فذهبت عنده يوم الخاميس قبل العصر وزلست معه وحضور صهره زوج ابنته ومعي أحب أخوة الجسني ربما نعم في الجسني لا الجسني ليس صهره واحد الأول من نفس نفس سميته منذ أصغار عديدين لكن هذا واحد من أصغار هم سينا وطلبت منه قلت له أنا أنصحك في 1997 رفع عنك الإقامة الجبرية فرقمت ضجة في المسجد وأعادوك إلى الإقامة الجبرية هذا في عهد الحسن الثاني رحمه الله اليوم أنت في عهد محمد السادس والرجل في بدايته والتيار العلماني متغلغي و يعني الآن يعني إطلاق كل ما عنده وهذه خطة الإدماج وهذا كذا كذا اليوم إذا دخلت إلى المسجد سوف تقضي ليس فقط على نفسك على نفسك وعلى جماعتك وعلى الدعوة الإسلامية فأنا أرجوك أن لا تقول شيئا في المسجد وأحذرك وهو الآن في رحمة الله صلى الله ورحمه وتقبل عنده في الصالحين قبل هذه النصحة بعد تفكير تفكير طويل تفكرة جلسنا يعني تحول إلى ساعة وبعد تفكير طويل قال لي بالحرف الأسطوانة يعني بالدريجة المغربية هذا الدسك ديسك ديال ألف وتسعمائية وابعة واسعين ما غدش نعودوه في ألفين وجوج هذا بالحرف والحمد لله يعني كذلك كان كذلك كان كذلك كان ونتزى ما وصل الله في المسجد كبقية الناس وعد إلى بيته وعد إلى بيته وسلم عليه الناس والعلماء وعد ذلك والحمد لله مرات الأولى ما هي شروط التي وضعها السلام يسير لنضيمان إلى المكونات الأخرى لا هي ماشي شروط هي رؤى يعني تصورات تصورات ورؤى لطريقة العمل لما يعني في عام 1981 وقع ما وقع للشايفة الإسلامية وخرج الإخوة في جماعة الإسلامية و يعني استقرر وضعها كذا يعني وتجاوبا مع فكرة أستاذ عبد السلام ياسين بتوحيد الجهود قامت هنا كمجموعة مجموعة تضم الإخوة في فاس وإخوة في القصر الكبير وجمعية الشروق أو التبيون وجمعية الجماعة الإسلامية والإخوة التنظيم الطلائع يتبعون للمستاذ صلى الله طال كانوا وقلة لكن درسوا في أوروبا وكان أخونا ومجموعة التوحيد التي كنت أنتمي إليها يعني سبعة فصائل وأسرة الجماعة برئاسة لم تكن هناك جماعة بعد لما كان يسميها أسرة الجماعة يعني هكذا يعني يقول نحن أسرة الجماعة وكذا نحن نصدر رسومها إخواننا وكذا فاستمرت هذه الجهود من 81 إلى سنة تقريبا 84 ثم وقع هذا السنة وقع في نوع من الحسن فالإخوة في جماعة الجماعة الإسلامية تعرضوا لاعتقالات كبيرة خصوصا في مدينة مكناز فطلبوا مهلة لترتيب أوراقهم الداخلية إذن بقيت سبع مجموعات نحن في مجموعة التوحيد لم نكن نحضر بصفة فعلية ولكن وكلنا الإخوان في القصر الكبير خاصة لأخ محمد دكالي بالنيابة عننا وأنا كلفت وقلت لا نريد أن نضيع الوقت ضيعنا كثير من الجهود وهذه اللقاءات لم يعد عندي سخصيا حماس ولكن إضافة الأمور نحن مستعد أنا ومن معي من الإخوان وكنا نساهم مع الإخوان إذا كانت هناك مساهمة وكذا مساهم ما كانوا الدينامو الذي يتحرك في هذه الأمور لجمع الشتات للجماعات المتشرين كان دينامو جماعي من جئت تقول كل لا يكون هناك شخص كل عنده رغبا من جئت وكان الإخوان في فاس الشهر المشيخي وكذا ومعه وكانوا متحمسين من هذه الفكرة الإخوان في القصر الكبير في الأسد سي هذا رسوني متحمسين سي عبد الله مياسين رحمه الله كذلك متحمس يعني الجميع كان هناك حماس من أجل الوحدة الوحدة بعدها بقي هؤلاء فجأت الآن المذكرة حول بناء كيف نبني هذه الجماعة فجأت يعني قضيتان الأولى قضية المسئولية أو الإمارة كيف تختار وقضية القرارات كيف تتخذ فأنا حسب ما بلغني لأن لم أكن أنا حاضرا ولكن كان يبلغني يعني كل ما يقال يعني باعتباري يعني نائبا عن أخوة في مجموعات التوحيد فالذي بلغني أن المستدعب السلام ينسين بالنسبة لاختيار القيادة يقول أن القيادة تكون بالسند بمعنى بمعنى أن القيادة ينبغي أن يكون لها سند تربى إلى رسول الله الله وهم يعني هذا السند هو يعني يقولون الشخص الذي يقول إنه يتوفر على السند لا يوجد إلا شخص واحد هو الأستدعب السلام هذا السند يعني الصوفية يقولون لأن هناك سند يعني نساء يتوفر هو هذا ينبغي أن يكون المرشد إذن الإخوة يقولون لا يكون بالاختيار هذا نقاش طويل منذ نهاية الخلافة الرشيدة إلى الآن هل يعني هذا خلافة مع الشيعة هل الإمام بالاختيار أم بالولاية هذه التي يقولون هم الولاية هم الولاية هو قال السند هذه قضية التي اختلفوا فيها القضية الثانية هي قرارة الإجمال الإخوان هذو قالوا القرارة تتخذ بالإجمال الإخوان يقولون القرارة تتخذ بالأغلبية كما الرسول صلى الله وإسلام موح إليه في غزوة أحد تخذ القرارة بالأغلبية فهو قبيله رغم أنه كان لا يرى يقول الإجمال يقول للإخوان الإجمال عماش قرار ما ستتخذ إذن فالإخوان تبين لهم أن هذا الخريط مع مرور ستتوحد فشلت الجهود فمشاوا الإخوان دي الجماعة هذو كان عضر عندما هم عضر مشاوا الإخوان دي طلائع قال الإجمال مشاوا الإخوان وصلاة الجماعة قال لك الإمارة بالسند وكذا وكذا وكذلك بدأت جهود الفعلية لتوحيد العمل التي تبنت عليها رابطة مستخبئة الإسلامية وكذا وقع المدينة بين رابطات المستخبئة الإسلامية وحركة الإصلاح الجديد من كان رئيسها قبل منها في عام 1990 1990 جاءنا في رابطات المستخبئة الإسلامية ما زي ما اسمي لها رابطات المستخبئة الإسلامية ولكن دمجنا تنظيمات وعي أكيد وكذلك حرقتهم السفن أخذوا من هذا لتحقبنا الإخوان في 1990 جاءنا الأخ أبو خبزاء والأخ أبو زيد المقري وجبوا لنا رسالة رسمية قراؤوها قالوا مضمونها أننا توقفنا في عام 84 ترتبية بيتنا الداخلي الآن نتبنا بيت الداخلي نحن جئنا الآن لا ما في خبارهم لن يمكن التمقع ربما يتكون بعض الأصداء ولكن التفاصيل لا عندهم الآن جئنا باش نبلغوكم راح نستعدين نستنفو الجهود وخبرناهم فين وصلنا راح نوحدنا الجهود وكذا وكذا فاللقاء الثاني جاء سيبها الله رحمه مع السعب الإله جاءوا باش يسميته باش نستنفو إحنا قبلنا قلنا اليوم رحبا نستنفو الجهود ولكن ها فين وصلنا استبشار وخيرا ونبلغوا للإخوان جاءوا عندنا السعب لله في اللقاء المقبل هو السباه الله رحمه وصاف قررنا استنفو الجهود جاء سيحمد ريسونية عند السعب لله من الضرباط بناء على يعني هو الدين صافق باش يلتحق به وانستنفو الجهود فاعتدر له قالوا من بعد نتصلوا بكم هذك من بعد نتصلوا بكم استمرت عامين ثلاث وانتسعين ثلاث وانتسعين عود تم الانتصال بين معنا وكولنا واحد للوجينة فيها ربعة من هنا ربعة من هنا باش أعضاؤها بأعضاء بحدودة كي يتيم انتفاق كي يتم المذاكرة في الأمور التي ينبغي تعجيل بها توحيدها وكذا يعني من ناحية تصورات من ناحية طريقة تصير العمال من ناحية كذا للأخير هذا قالوا جاينا استمرت أربعة سنوات بالعمال من 2-2 حتى الـ 6-2 6-2 علمنا الاندماج دمجنا مجلسي الصورة الحركتين ودمجنا المكتبين التنفيذيين دمجنا الحاتيم ودر حاتيم ودر حاتيم ودر حاتيم ورابطات المستقبل الإسلام دمجنا بجوش دمجنا المكتبين فكونا منهم مكتبا واحدا ودمجنا مسلشي الشورة فكونا منهم مجلسي شورة واحد لمدة عامين كنت الرئيس حين الرئيس خدينا سيحمد الرئيس هو رئيس الفترة الانتقالية لمدة عامين هذه الفترة العامين يتم فيها توحيد القوانين وإعداد الأوراق الوراقة التصورية للعام وكذا 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 وصدق عليها في عام 1998 وانتقب مكتب يعني ما عادش مكتب بانتقالي ولا مكتب دي الفترة العادية في سنة 1996 طرح الدكتور الخاطيب على الإسلاميين الاندماج داخل حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية فكيف تلقى الإسلاميون هذا العرض من الدكتور الخاطيب أنا قلت في 1998 رابطة المستقفى الإسلامي عملت محاولتين محاولة اللولة تصلت بالدكتور الخاطيب كلفت وانا 92 لدخول إلى حزبه درسنا عيدة أحزاب ولكن أهم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وحزب الشورى والاستقلال وشين الميزة التي كانت عند حركة الشعبية الديمقراطية السورية أنها كانت تهتم بالمرجعية الإسلامية لا نحن لم نقلب على حزب كبير نقلب على حزب عنده الهوية واضحة ومستعد للتعاون معنا فالدكتور الخطيب رفض قال أنا امتهيت من العمل السياسي ربما وجد لكم العمل التعليمي وإنشاء مدرسة الحاليسة ومات عليه ومات عليه رحمه الخطوة الثانية هي جا عندنا قياديين من حزب الشورى والاستقلال وطلبوا مننا نأخذوا الحزب وهما طلبوا مننا رفضنا اعتذرنا لأن حزب كان عمر بالمشاكين والمشاكين والخفومات والدعوات ومشاكين فأمشنا كان أسسو حزب أسسنا حزب يدى الوحدة والتنمية عام فاس 92 في الصيف 92 والآمن العام هو الحسن الدودي والنائب الأمين العام هو الأمين الرقال من الاختيار الإسلامي وقدمنا الأوراق تقدموا إلى المحكامة الابتدائية وإلى العمل فقدمنا الأوراق للمحكامة الابتدائية وعطتنا الوصل لنا وقدمنا الأوراق للولايات تصلوا بالأمين العام وهو السلح الدودي وقالوا لأعطينا الانتخابات قريبة إذا أعطينا لكم الوصل الآن ستنوض الأحزاب المعارضة تقول الدولة خلقت حزب يشوووش علينا تفوت الانتخابات ويجيو خضر ووصل لهم ما رفضوش لنا إحنا من اللي فات الانتخابات صبنا استغنينا على الحزب طبع لماذا استغنينا عليه لأننا كانوا معنا إخوان دين الاختيار الإسلامي والنائب الأمين العام والأمين الرجال والإخوان دين الفاس ما بقوش بغينا الإخوان أخذينا غالدي وقع لنا مشكين إذا كنت سبحان فيه هذا أول لم يرفض في نفس الوقت بدون تنصيق الإخوان في حركة الإصلاح الجديد قدموا حزب الجديد الوطني طلب رخصة رفضوه رفضها لهم الوالي وكتب لهم رسالة لأول مرة في تاريخ المغرب أنهم مرفوض تأسي الرسالة الرسالة أنه تعارض مع الدستور ولكن أخبارنا لأن جاء عندهم المستشار رحمه الله رحمه الله رحمه الله وقال لهم ودي يعني يطلب ملك جلالة الملك تأخروا طلب هذا الحزب لأنه ضغرف غير مناسب ومستقبلا سيكون عندكم حزب إن شاء الله ربما كان ضغرف الجزائر وكذا وحتى ضغرف الدولية وكذا ما كانش يعادل لا تسمح فتصلوا الإخوان عود هما تصلوا بدون تنسيق مع الدكتور الخطيب ورفض لهم كما رفض لنا ولكن هما ألحوا واستمروا ووسطوا بعض الشخصيات هذه الشخصيات التي وصتها أقناعة أصدقاء الدكتور الخطيب أقناعة فتح الباب فهو لم يعرب لم يعرب على الحركة يسمي الدخول وإنما الحركة يسميه التي طلبته وألحت وألحت فتزامن هذا المؤتمر الاستثنائي في صيف 1996 مع الوحدة بين الحركتين فالإخوان طلبوا مننا أن ننتدب لهم شخصا أو شخصين للدخول في الآمن العام فانتدب الرابط شخصا ومال حسن الدودي وعبد السلام بلاجي أنا اعتدرت عن الدخول وعلى كل حال إخوان بدلهم جهود وتجنبا لبعض الحساسيات مع بعض الأشخاص وكذا لا تريد أن نشوش فضلت نخلي الشخص آخر ومبادرة مزيانة بحداتها وكذا لا تريد أن نشوش فالمهم دخلوا للإخوان وقدر مؤتمر استثنائي وأولينا عن قيادة دي الأسبعة دي الأشخاص ولكن خدا المؤتمر ستني وحد القارع وأنه سيضيف تمني أشخاص آخرين عند الحاجة إليهم فالله دازلت واحد ستور وصدقوا الإخوان ألحب علينا في أن تتم إضافتها فعبد الثاني استقنا داخلين دكتور ستني بعد هذه الرحلة الطويلة من الدعوة أو المجل السياسي ما هو تقيمك للعمل أو لعمل الحركة الإسلامية بالمغرية بيش تأطيها فيها صعيف وقت كبير هل كانت هناك نتائج إيجابية وفاصلية عموما شوف الكمال لله ولكن عموما شوف الصحوة الإسلامية أدت ضوء كبير أنا شوف نعيد الوراء أيها نهار نحن بدنا شباب بعد صحوة الإسلامية مظاهر التديون كانت غيبة غابت في المجتمع غابت لا حجاب ولا الحياة ولا صلاة ولا كده مساجد محجورة ولا قرار القرآن ولا تجويد ولا كان عندنا مجويدين ولا قراء ولا كل ما يكون فالصحوة الإسلامية ما تنقول شنا الشابب الإسلامية لا حاشا جهود كبيرة يعني الشابب الإسلامية لا قطرة في وادر أو في بحر ولكن لها فضل أنها يعني انتهجت واحد اسميته والحمد لله اليوم أنا بقى كانت ذكر أستاذ نور الدين ذاكير رحمه الله رحمه الله سألته في إحدى الجلسات قالت له عندنا شيء آخر عنده الباكالورياء غاية ما كنا نرعه قال لي غاية نجاوبك داسته واحد الأسبوع قال لي يمكن يمكن لدينا شيء مؤكد يمكن لدينا شيء واحد فالرباط اليوم ما شاء الله هم العقب والمعجيسين والمعجيسين والشيئة والعليزة للأعمال وكذا وكذا محتجبات الرباط كله بعد خمس سنة الوقت بهذا كان وخضر بعودة خمس سنة أخوات هم وليك يضروا فالرباط كان عرقواهم سيئة وحديث لأنا وحديث لأنا وحديث لأنا فالحمد لله يعني الصحوات الإسلامية سواء الشابيب أو الجماعة أخرى أو كذا الحمد لله كان واحد كسب كبير ولكن على الثاني كان نقائص كان نقائص يعني يعني كثيرا كل شيء يلاحظون يخص إعادة التقوين وصل الحركة الإسلامية وصلت لأسك الحكومة مرتين وصلت لأغلبية برلمانية مرتين وصلت إلى رئاسة المجاليس البلدية وكذا وكان عندها أطى جانب وكثلت لأثانية بعض التأثيرات سيئة بالطبيعات العمل وصلت لأثانية بعض التقوين حقيقي لكن هناك متغيرات دولية ونحن لا نتغيره في عاقدتنا أو عبادتنا ولكن في التنزيل العمل الإسلامي اليوم يخص وقف الجميع لا يوجد شيء في المغرب اليوم الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية في العالم تتعرض لحرب والتحديات كبيرة اليوم يوراد محووها وقصائوها لا يوجد شيء في الوجود تبقى المستوى الفردي يوجد قنوات وكذا لا يوجد مشكلة ولكن كمشروع أمة يعود الأرض ويحرد الإنسان من الشرك ومن العبود الغير لله ويقع المعاملات على شرع الله وإلى حد الشريعة الثانية هذا محفوظ وكان محفوظ ولكن الآن صبح محفوظ والذي يقول لك المعتدل هذا هو الذي لا تبقى بذلك لأنه يسمى هما متطرفة ومهني منهم ولكن هذا ما أسميته هذا هو تقارير دولي أن المشكلة ليست مع المعتدلين فأنا أريد أن تكون معاكل معترفة الحياة هذا شيء الآن يخص ويقعوا بشكل طبيعي وفي كل حالة الإسلامية ويقعوا بشكل طبيعي ويقعوا بشكل طبيعي ويقعوا بشكل طبيعي ويقعوا بشكل طبيعي وعلى فرسطين تحضر أو لا تتحضر وعلى التروات ناكلها طوعاً أو كهان لكي ندروا فيها هذا شخص ماسك رسول الله هذا ما حاله يجيب جديد يمكن نجيب لك هذه المستنفذة بحول الله تعالى متابعين الكرام نرجو من الله أنك وفقنا لتسليط الضوء على جانبين من هذه المرحلة المهمة من تاريخ الحركة الإسلامية بالمغرب باسم واسمكم أشكر جزيل الشكر الدكتور عبدالله بلاجي القياد والبرلمان السابق حسب العدالة والتنمية وعلى أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بحولنا استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته